موسيقى طيب يبقى شوفنا في شرطة 6 حتى بعد الاول حاجة الـ Network Clear اللي طلقة ووظيفة غير وفاكرين كان من لها 4 وظايف وده إن كابسوليشن انه هو سهل باخد السيجمان وحطها في باكت والعكس الفرين بتتفك بتبقى ايه باكت انه هو اللي احنا قد ناير اطول من شرطة سرين من زمان الوظيفين التانية هم الأهمة طبعا بالنسبة لي وهو الـ Addressing وهو الـ IP Address وطبعا فيه IP Version 4 Address والوظيفة بعيدة اللي خانت معنا هو تطويله هي الـ Routing بعد ما شوفنا الـ Metro Clear بخاننا فيه موضوع الـ Encapsulation بتاعنا وبالتحديد الـ IP Version 4 والـ IP Version 6 هادر وطبعا فيه طبعا بخالات كتير زي ما انت شوفته بس احنا مهتملاش الـ 4 بارس اللي هم انهمين بالنسبة ليه هو الـ Source IP Address الحاجة اسمها Time to Live أو TTL وهي حاجة اسمها Protocol أو الـ Time بعد كده اخذنا موضوع الـ Routing شوفنا الـ Routing على الكمبيوتر ازاي PC اصلا بعمل عملية Routing ولو هي حاجة بسيطة وبعد كده نحطنا الـ Router بعمل عملية Routing لو معقلة شوية الـ Routing Team ازاي الـ Routing Team ازاي الـ Routing Team دا بيتكون ايه اللي بيبقى موجود جواه وقلنا اللي بيلها بحواسيطة مش رايز بتكون نحني perfect عملك وقلنا الجزء اللي بجاي بفادر بيكمل بقى على الـ Cisco Router ايه هو الـ Cisco Router بالتحديد وبعدين هنخش في الـ Configuration بتاعي الـ Cisco Router تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة بيبقى راوتر ازاي الكمبيوتر دا ما نشوفين طبعا دي بعض الموديلات الحديثة من راوترات Cisco اللي موجودة عندنا وبيبقى راوتر عندنا مثلا عبارة عن الكمبيوتر بس هو كمبيوتر اللي هو غرض خاص كمبيوتر بتاعك انت بتعمل عليه اي حاجة انت عيزها لكن دا راوتر معمول فقط ان هو يعمل عملية راوتر وهنعيز يقولك بالأول حاجة بسيطة ان الكمبيوتر نفسه ممكن يشتغل كراوتر كمبيوتر ممكن تشغله كراوتر ازاي؟ تراكد فيه كارتتين نتوك تراكد فيه كارتتين نتوك مدى كارتة عامش كولا من الطبيقة فيه كارتتين نتوك بعضا؟ هراكد فيه اثنين ونصل عليه النظام التشغيل اللي هو سيرفر سواء لامك سيرفر او ايه؟ او ويندوز سيرفر خاص بس كده تبقى راوتر ببين ايه الكارتتين اللي يفهمين يعني الكارتة دي داخلها متوصلة بشبكة ودي متوصلة بشبكة تانية ايش طفل بصفل؟ عال جدا زي زي الراوتر فاذا لما قولك راوتر او الكمبيوتر ممكن يبقى راوتر ده كلام منطقي جدا او ما نشوف ده مكونات ده من جوة زي ما هنشوفها هتأكد لك ده اكتب 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 هيمزل بروسيسور راوتر اللي انت بتعود عليه هو الكمبيوتر فبعد كده بيقولك بقى سيسكو عندها لو تيجي تفكر في سيسكو بتقولك فيه حاجة اسمها branch router اللي هو فرع وده هنا بيناسب للفروع السليارة او الفروع المتوسطة فيه حاجة اسمها الware router تمام او ساعات يسمون aggregation router وده مناسب للفروع الكبيرة والضخمة large يعني فيه حاجات ضخمة وكبيرة وفيه راوترات اللي هي هي الضخمة اللي اسمها aggregation router واخيرا بيه حاجة اسمها service provider والservice provider ده اللي هو موفر خير ده ما حدش بيشاري راوتر نوع وكده غير اللي هما موفرين خدمات الانتصالات والالتابات زي ما هونا الخامسة الموبيلة ده في الحقيقة اخينا نشوف مع بعض لو انتخبت انا كده اللي ماتي على موقع سيسكو وكيامك داخل اشتري راوتر يعني كيامك داخل على موقع دلوقتي عشان ايه زي زي اي شركة بسلا او حد شغال في شركة ولاشر يشوف ايه هزا الموضوع فاعايزين ايضا نفهم مش هكذا الناس بتوعسسكو ومحد يسألك مش بقوله ما تبقاش فيه بيه الحاجات اللي هتطلع لدلوقتي فطبعا الموقع بيحمل ايه لا زي ما نشوفين في عاجة مين يوم او نفوع عنينا فيها الكلام بتاعنا اللي احنا مش تقع طبعا ما يعني بعد كده ان شاء الله ما تبقى اللي اتوارك انجيتين كده كله هتروح عالصفحة يا لكم اللي اسمع ايه ايه داخل بتشوفوا مشكلة تايم الحاجة بصوا ايه داخل ايه لكن ايه الوقت في الاول لسه بنفكر نشتري فهنفش عاليه ايه المنتجات ايه المنتجات اللي قدما سنسوا طبعا ايه ردة راوترز و سيكيرتي و سيرفرز و سويتشز و فيديو و احنا عايزين ايه راوترز هدوس عالو راوترزينا و نشوف الصفحة اللي ايه هتطلع لي نحاول نفسر كاميرا و هدينا هتطلع لي صلنا كده الصفحة تحاول بكاميرا اخير و يطلع لنا تحت هنا اللي ايه حاجة اسمها يعني المنتجات اللي هو مختار اللي هو ايه يعلم سالحة اه تلاقي لنا في feature products هده اول حاجة branch زي ما كنت سأدينا في البقاء يعني كي راوتر اسمه ايه branch ده مناسب كده من نسبة حضرتك لو انت زي ما عندك فرع سغير او ايه متواصل اسمه branch network edge and aggregation ايه بقى network edge يقولك على حلقة الشبكة بيكون لديك شبكة كبيرة شبكة ضخمة شركة كبيرة تمام فبنقول يقوليني لما الشركة ايه بتتوصل ببراه ده بتسميه ايه الedge او الحافة اخر حاجة طرف الحاجة فدي بطبع راوترات غالية وحاجة كبيرة وضخمة بالنسبة الله او aggregation كلمة aggregation مجنع تجميع يعني راوتر نهي بحاجة اسمها لقطة التجميع انه بيجمع بايرات كتيرة جنية او حاجات دي كتيرة جنية طيب اخر حاجة بقى اللي ما جابينا في المناجي هي ايه service provider احنا شغلنا كله حاجة فين في دول اكيد مش service provider خالص الدوليب دي فاكين الدوليب مش في دوليب مرة كفاتل صح؟ الدوليب الكبيرة ديها ولا برضو في network agent دي حاجات ضخمة وغالية علينا واحنا نلسة في الهدرس طوال فانتا علينا بتشتغل فين في branch لو بدوست branch كلا اتلاقي بقى اوكي branch rotors وجايب لك كزا موديل يعني مش مع انه هو branch يعني كلهم زي بعض ولا هو في موديل واحد لا ممكن حاجة نحتاج حاجة صغلة جدا ونحتاج بقى حاجة كبيرة شوية فانتلاقي 4000 series جاب لنا في الحقيقة اقصى الطرفين يعني اقصى الطرفين ال4000 دي اعلى حاجة في المستوى بتاع branch اعلى موديلات وطلعز حاجة غريبة هولا لكن ال4000 series السلسلة رقم 4000 يعني مش نروح اشتري الاوطر نفسه رقم 4000 ده مثلا اوطر 4000 واحد 4000 وخمسين 4300 وخمسين كل دول بدأت تبع 4300 بدأت الاخر او ايه اسمهم العيلة بتاعت 4300 نفس الكلام هم العيلة دي اسمها ايه 800 800 ياسيرس او 800 family d دي الاوطرات مفيش راوطر اسم 800 بس انتها 811 890 897 كل دول تبع نفس العيلة او لا طب نفس العيلة دي بعدها ايه عارف زي ما تيدي تنزل الشرع او ايه اوكي ولثانيا مثلا ايه اوكي انا عندي مثلا ايه اه ما كبرت اه 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 رينو مثلا رينو ايه بتنزل ايه لوجان تمام مفيش حاجة واحد دا اسمها رينو نوجان اوكي مفيش حاجة واحد دا اسمها تيورتك رولة مفيش حاجة واحد اسمها مرسيس مش عارف تيال كيBE ke certificate مالا ايه يجي لوجان لما تروح طول النا عايز بيكانتو ايه يقي بيكانتو بس كل كل هذا دا عائلة واحد دا اسمها ايه ايه بيكانتو مصبين ايه نفس الفكتة يفتر هناك تواجه انا عائلة تلويانة dry تلويانيها كيف ايه حاجة طول مية ديات ساس المنية يعني ازغر وارخص حاجة المفروضة عندهم هيطلع لنا بعد وقت العيلة فعلا والرابطلات المختلفة اللي موجودة في هذه العيلة وايه اعبال ما يحمل افتح لك باكيت ريسر عشان نشوف برضا الرابطلات اللي موجودة في باكيت ريسر تمام؟ هل هي لا علاقة من رابطلات ديت ولا لا؟ اوكي؟ هل هي باكيت ريسر عندنا؟ وطبعا الرابطلات هو اكتر مكموع فيها حاجات موديلات متاحة بالنسبة لنا خلويني بس اجبناك ان هو يباين لنا الموديل ايوه كده مش كان الموديل يباين هرصولنا كده ايه جانب وقت وان؟ دي بص كان موديل ماشاء الله كل دي موديلات موجودة فيه في الاستاذ باكيت ريسر طب ايه روبة من الشمال كده كده Aware 1 et 941 1 et 941 swim by workshop هنرجع له متان 2 2 620 mm 경 2 621xm 2 2 211 221 2 311 2 2111 중에 darin هدوله لدولة وتعليون قضا ومعدين 819 hii ايه كل دول ايه الليلة قال طوفيك إنا هاي المخطلفين انت دي عائلات المختلفة ايه لقبوا بعضين فده واحده ده 819 آآ يمدان بدعيل ايه لحنا سباخين نشوفها اللي هى 819 لسرحه مو 819 لما تخشت جوا أخي بيها ده لاكيكي الكامريات بدايتهم ومعنين جوا ده فيه 860 فيه 880 فيه 810 890 آآ احنا كم هنا؟ 819 إذا احنا هتبع عنه واحد الدول تبع 810 تفهمين الفكرة؟ لان بخطة قول 810 هتلاقي 819 تفاهمين موضوع الأرقاب؟ يعني أنا ما دعنا على 887 ماذا؟ فيه 887؟ فيش 887؟ اه بس فيه كان؟ 880 يبقى لو دنست على 880 بلوقتي هل هي جوة الموديل اللي عايز اللي هو كام؟ 887 ده موديل الجهاز؟ موديل الجهاز موديل الجهاز تمام؟ طيب ده موديل الجهاز ولو دست على واحدة من دون هتلاقي هو هكذا احنا داني صح؟ فأنا كده هتوقه هدوخ انا مش عارف هو ايه بص اولا هنا باختصار اتجلانس ده وقت يعني نظرة سريعة بيقولك فالنظرة سريعة بيقولك هو ده recommended for A ده منصوح بي ايه؟ recommended for A idea for A مناسب ايه؟ فانت true doubt يعني مثلا اول واحد ده بيقولك ده home or small office up to 10 users ده وقت لأكبر شوية up to camp 20 users يبقى ده يديك فكرة او لا؟ يديك فكرة ده ومسل ايه؟ تمام؟ اللي تحت الاول ايه اكبر شوية يقولك ده حاجة اسمها machine to machine or device to device تمام؟ ده بيقولك small branch, smoking gas station, smoking ATM تمام؟ اه حاجة زوارة جدة تمام؟ لما بيقولك اللي هم فيه مكانة ATM لو حد عمره يعني ادعبست بس ما ادعبست انشان ما يطبطش عليه بس لو بصيت هتلاقي فيها راوتر بتوصل به تمام؟ يعني بصها اللي ساعدة تشوفها اللي فوست المونات يعني ما تبص شوه ايه لو انتك سلاشت ايه بول كده وفيه ساعات كده فيه حتة كده منصصين ال ATM machines جابه الله بصها خلالي بلاز راح تشوف واحد منهم انطالع منه راوتر وبين مم؟ في الواحدة ايه؟ ايه واحد من ليل اللي ما يجبينه بيقى تلاقي موجودة فيهم فعل تمام؟ فإيه زال بيقولك لأ ده بس غرابة عالي ده بص خمسين يوزج يبدأ لي ساعدة كيوسك يعني ايه؟ كيوسك اللي هو بتاعي تعرض عارف زي لما تلاقي مثلا ايه عندنا في مصر هده ايه انفا كيوسك زي عارف نظر انطالع مني بواحد سواء كده بس مش في مكان يعني حاجة بو انت حالي بتاعي واحد فوست المون بتاع ده بتسمي كيوسك طيب يبا يزر دي موديدات المختلفة لو كوها طبعا عايزة 10 يوزرز ده حالي يعني 10 يوزر ده ملياسر بالنسباتي تدوس على السيريس نفسها 860 حمالي شكله بقى لو عايز تشوف الصورة بتدوس عليها كده اكبر بيكبره او تشوف شكله كده روتر بقى بتاعنا وبعدها بتخواص بقى صاح يعني بص لاب فيتشرز واي فاي سيكوريتي اه تدري ايه يفرش تخاص جدا مش مكورة ده هل هو عايزة يوزر بس كرام ده كله الروتر ده ايه ايه المميزات بتاعتي معمين القصة؟ مميزة طيب انا بعد الوقت عايز اشتري اتقول لي فين اشتري هنا فين الساعة بتاعها تكتشف ان سيسكو وبتباعش سيسكو نبسها مبتباعش اي روتر اي جايز لما هيا الهي ممنينة فانو عجبني ده خلاص والمواصفات بتاعته تماما لازم تكلم بارتر سيسكو ما بتبعش بايك لأي حد لازم تكلم شريك من شركة سيسكو حدث بقى السيسكو ايه بارتر دائماً عايمين هنا بص كده هتلاقي بيقولك ايه طبعاً ممكن تتشاد مع حد وفي حياته لعيث ايه من شوية ايه كنا اصفر اولي عايز تتشاد سأقول له لأ اه تشاد مع حد ايميل تطلب ساعة وعايز تدور انت بنفسك ممكن تدوس عليه كده بتقول له مكانك تقول له كايلو بتقول له شار مشيك تقول له مطيفل وقعب لك اقرب ايه ريسانر اللي هو البيع مين الاقرب حد بيديع المنتجدلت تماماً فطبعاً هنا لو انت عايز تقعرف عبورات اكتر من حالة لانت تلاقي ايه اسمها ال data sheet اوكي ودي بقى ايه انا قولت كده على ال data sheet يعني ايه المواصفات مش عايف انا مش شري الكمبيوتر يقول انا كان البروسيسور كزا او انا بات كزا يسمع المواصفات لما تشتين عربية تلاقي برضو ايه في المواصفات المطور بتاعها لساعة بتاعها مش عايف البنزين استهلاكوي ايه اسمها ايه المواصفات فلما تنتح دي بقى اوكي تلاقي بقى التفصيل بقى بص في موديل اسم 361 361 ده بيه 367 367 ده بقى انا فيه اربع هدولات جوه العيلة بتاع ال 360 ايه اصلا جوه العيلة الكبيرة بتاع ال 300 شفت الدنيا غشية ازاي طب ايه الفعلة بينهم تبدأ بقى بص هنا مقارنة اا الراجل ده ايه اا الانوان بتاعته يصليت على الانوان ده ايه اا لاحية لقى في بصرة لان الانوان بتاع Ст pesaling ده ملاسب في امريكا تكن هناUNA في امريكا ان انت ممكن ابا معدك DSM ممكن ايبا معدك ممكن يسبعات windows ممكن يوم لكن احنا عندنا نحن في ريديه هم ايه بجيب ده اى حسالي برسول ده. طيب نزل تهاحنا تنصي على ايه الخواز متاعتنا الكل الخواز ايه المناصفات بتاعك حتى بالطول يعني بص عايز تليب ايه هل بقى الكروفر ده انت هتحطه في الاتم مثلا فهل مناسب حجمه او لا بتلاقي الطول في العرب في الارتباع كمفين؟ نينو تلاتين نصف ونصف 24 مش عابل في كافة وهكذا تقدر توصل للوزنة حتى بتاع كل عاجة احيانا ومنادي اسأل بيبه شغال ازاي؟ بصفحة كامة فيها كل خواص بقى لو انت فاهم تقدر فيها الكلام ده كله وتشوف ايطار يعني المناسب المناسب تقول لك الروتر احليك ازاي اشتريم مباشرة اشتريم من الموقع لا لازم تكلم سيسكو بارتر احتاج مش قوز يعني لازم اشتره الروتر لازم ينزحوش على موقع ولا انت اشتريه سيسكو بارتر لا لا خلاص بقى انت كل ده الموقع احشبكت تتفرج عن حيانا لو انت عارف ورمي في شركة عرفها بتبيع منتجات سيسكو في كتير يعني لو مزلت هنا سوق العصر بس اي يعني في الموقع كله لو مول كبير زي سوق العصر ازاي بتلاقي شركة عشان كتير بس اللي بتبيعه منتجات سيسكو مول المسبان ده عشان نبقى فيه ناس كتيره ممكن تلاقيه خمس ست شركات شركات ببيعها ستبقى بيه شركة كبيرة او واحدة اصلا مصر دول الارضي تحت مثلا بتلاقيه عندها منتجات سيسكو كتير عم بحسب لان منتجات سيسكو مالية معروف انها مالية ولما تروح مش هتلاقيهم حاجات الصميار ازاي علا بالك اعنا قمنا الترنومية ده اصلا الحاجة عندهم الترنومية ده يعني الارضي يبقى قد كده فاهمني فكرة ؟ بس امس اي ده ازاي قد كده اوكي ؟ يعني اكبر شوية من الاروطر بتاعتي ده مش اكبر كتيرا بس اكبر شوية من الاروطر بتاعي ده لعنى دول بقى مش مكانهم ممكنين انه دول مش هم ودي الأمر المدد الاعمال فلو انا جعلنا في باكي تريسر اهو ده الصمان اللي بقى قلقيه الترنومية متشعة عشر ده في فتحة بيسا ميت المرمولة في فتحة كونسول في فتحة سرية في حتى حاجة ايه سري جي دي فتحة مكنخة لتسامكة لسري جي فده راوطة ايه الصغير يعني العيلة الاولى اللي نتكلم عليها هي ال 800 سيريس انا بقى نحطوهم كده يبقى اول حاجة اسمها ايه حالية ال 800A سيريس ودي بنقول عليها ما اسمها ايه العيلة اللي بعد كده عطولة عند استاسكو هي ال 900 سيريس او ال 800A وال 900 اوكي اللي بعدها عطول ال 2000 وال 900 اللي بعدها ال 3000 وال 900 واخيرا اللي بعد ايه طبعا دي الموديلت اللي هي الاساسية اللي انت محتاج لعافها لكن زي ما انا فيه موديلت تانية بس محتاجة كبيرة اوي وغالية اوي عليها نتكلم هنا في الحاجات اللي هي ايه الاساسية اللي انت ممكن تشتغل بها اللي مشهور في ده واحد هو ال 1941 المشهور في ده واحد 321 ده مش مهم يعني انت عارض مشو فينا مكلم لان دول كده في الحقيقة بص ده او غال دول اكتر اتنين نهاردة لو انزلت النهاردة تشتغل هتلاقي موديلين دول اكتر اتنين منتشارين ممكن ايه تخبط فيهم الف 241 و 1911 دول اشهر اتنين ممكن تلاقيهم في الحال العملية طيب في موديلت تلك تنافه صعبية في موديلت تلك موديلت يكتيروا سأجيب لك تمثلة وخصوصا بذول كمان مقولين عندنا في ايه باكت ريسر زي ما هتشوف طب ايه بل ايه موديلت اشتغل طب ايه مانتشتغل تبالعيت شوالا عمدلك موديلت دول العيه ممكن يعني هتلاقي سيسكو بس موديلات اقدم شوية ليه؟ الجنسة سيسكو محبولة يا جماعة العيس ان هي ممكن تشتغل 10-15-20 سنة تمام؟ يعني ممكن لو هي كافية لحتي اجابة ما نعمل اشعر بريد وطبعا في العالم العظم الصعب اول شوية مع التطور المهيب العمالي يحصل في الانترنت وكلامنا كله لكن ستلاقوني فيه انا عارف وشوفتنا في اماكن كتيرة لسه شغالين بموديلات اقدم بمعنى دي موديلات جديدة كلها لازمة بقالها يعني اعتقد خمس سنين يمكن تمام؟ وبتتحبز طبعا كل شوية يعني ما فيش حاجة فيه مقادة من خمس سنين بموديلات الوراج العاليات وطبع تشتريها جديدة من سيسكو دي موديلات تانية انتهت يعني اصلا لو انا حبيت روح اشتريها بتسكو بشها ايه؟ هتلاقيهم ايه متطبطين او الدول بص كده لو رجعت الورا هتلاقي فيه الـ 1800 لو رجعت الورا هنا هتلاقي فيه الـ 2800 الاثنين دول بالذات تصدق بيهم كتير قوي في السوق ممكن تريد الـ 1841 وده اللي هنشتري عليها عملي هنا دول اللي كانوا موجودين هنا انتم كنتم تشوفوه كل يوم دول اللي هنشتري عليهم عمليه اللي هو الـ 1841 وده اللي منتشر جدا جدا دوله في سوق العمل ممكن تخبط فيه اللي هو بداية الـ 1811 انا مش عايزك تحفظ رقابي ايه؟ ما انا عايزك ايه عايزك تفهم ايه اللي تفهموا للوقتي؟ ان الجديد كله زي ما اتشوفوين تلاتة المشورين دول او حتى الاثنين دول بس هكيهم رقم تسعة فيه 1900 اللي قبله كان كام 1800 فكر اللي قبله كان كام 1700 اللي قبله كان كام 1700 هكذا مش كل رازي ما موجود بس انا عايزك تفكر كده يبقى ايزا لو اطلق 1800 ولا 1900 يبقى ميلا احدث؟ اكيد 900 هممين القصة؟ طيب يبقى ايزا السيسكو بتعمل الفكرة دي كده ايزا لو كان هنا ممكن يبقى فيه 700 سيسكو السبعمية ولا 800 يبقى ميلا احدث؟ من 800 تبقى؟ التلاتة الماضية اه هم كان تلاتة الماضية موالح القصة؟ طب ده الاحدث بس خلينا نفكر الاقوى بقى الاقوى بقى الاقوى جيبه ازاي؟ في نفس الرقم اللي هم التسعة كده دولنا مين الاقوى اللي اعتقلو؟ الرقم الاعلى يعني ده اعطالو ما يحفيهم ده اقوى اقوى ده اقوى ده اقوى اقوى يعني ايه في الامكانيات بتاعتك اقوى يبقى ده اقل واحد 800 وده اعلى واحد اللي هو ايه اللي اعطالك ده كده من ناحية الامكانيات بس خلي بقى لك انا ممكن ده اللي لو معنا بثنت اللي هو احداشر ده القديم يبقى اقوى من ده في بعض الحاجات سبق؟ مش ده الفين اصله وده الف رغم ما ده اقول ليه قديم اكيد مو طبعا قديم يعني مفوش سبقوة للحاجات الجديدة اكيد لكن ممكن ممكن فبعض الحاجات اللي اعطتوها من ايه؟ من ده هو ده كده طيب يبقى اللي هو بسيب بعد باكي تريسر هتلابس اسم وحطها بنا في الحياة بلدات كتيرة عشان تتفنك براحتك بص 1841 موجود وال1941 موجود ده كان اللي هو المشهور جدا عندهم كان اللي هو بداية الشركات بداية انت تخط روطة في الفرح بتحط ده اللي هده بقى بداية شركات معظم الشركات كتير بداية بحاجتهم عن دول ده اللي هو ال1941 موجود لو الفرح بتاعك كان كبير شوية زمان خالص انت تتحط روطة دي يعني تعيس ده ما كنتمش هدول قدام جدا جدا يعني روطة دي قديمة جدا جدا مصر كان 2620 موجود روطة قديمة جدا جدا صعب او يفعين الحال الأفضل شوية انت اكتنع الفدول الفينتو بروبيا الفينتو بروبيا الفينتو بروبيا PM ده جدا بس脂 ده كان هو المنتشر ده برضه كبير منتشر الدرجة الاعلى منano دلوقتي استعددس صح ده اللي نا ممكن اشتريه بس الدرجة Another response اعلى أكيد من 1900 2019 اي برضه اكيد اعلى من 10 واضح ما هو بديه هو رغب نحن حتوقو اي شكله يعني ده شكل ده يوم ده يعني هو ده موجود الساراي ناو نوعي هد من فمتا بتشوفه هنا بتاع الس boundaries شكله ايه اختنط Sat falis سيسكو يعني غرارة البزاين بتاعه بقى شكل حسن هو اشن شوية كده مكتوب الموديل هنا بص في حتة ظلالة فوق مكتوب في الملك سيسكو 1941 ونفس الكلام اللي هو فتحت ده تمام بيجي ورده هتو فاضية وورده بيجي فتحات الاي سردت موجودة وبيجي فتحات فاضية زي كده مش هايف فالحات الفاضية دي؟ حنا التاني بعيدا باللوات اوكي والموديل بتاعه مثلي مكتوب ها تمام سيسكو عفتو لازم تلاقي موجود في الحالة بالكده ها في النهية عليمية نفس الكلام ازا ما فتحنا 1111 ضعات خم شوية يجبونك من قدامه من ورا اوكي اوكي او هتلاقي من هنا مكتوب 2900 ايه سيسكو يعني من العيلة بتاعي 2019 تمام؟ كيو مكست ورا الخامة قمس تلاقي 1111 ده ما بيقولك بتحديد او مين جمال العيلة بيعا ده رقم كان 1111 اوكي طيب يبا شوفنا كده خدنا فكرة عامة اعرف الايه الروترام بتاع السيسكو ديك انا كل الكيرین عليهم كل دوت كل دوت في النوع الاسمه ايه برانش اللي هو بيشتغل في فرع اوكي ممكن بها مناسب للفروع السغيرة او المتوسط لو عندك شركة كبيرة وانعفيني امين كبيرة كبيرة يعني اكتر ما في الموظف في المكان يعني فيه مجال فيه اكتر ما في الموظف طبق لتفاق لبعا الحاجات الاعلى اللي هي الروترات البلوان بس طبعا دي غالية بكتير بيه طبعا وهناآ طبعا السفرس عبر ده زي ماوانا بحتشانيه لحياته غير الناس النوميي السفرس كابعة زي ماوانا كانت السيسي اناي بنركز على الفرانش وبنركز على التلاتة دول الف تسامية 2 تسامية و تلاتة تسامية يعني جه دي جه لان انتجريتت سرفزيز راوتر معناها وهي الانتجريتت سرفزيز راوتر أو ISR معناها راوتر المتكامل للخدمات ايه متكامل للخدمات ده ايساس كنا مع بلقتهم الحقيقة من اول هنا ايه برد دور كانوا كده راوترات متكاملة في الخدمات ايه متكاملة الخدمات ايه انا اجربة بمعلك راوتر اه بس الراوتر بتاعي قوي اوي فهو مش راوتر بس ده راوتر وفايروال فكين فايروال بتاعنا وجهاز بتاع حاجة اسمها مثلا دي بيان وجهاز بتاع حاجة تانية بتاع الفويس فكين ايه الفويس؟ ما؟ شوهم الفويس محتاج جهاز مخصوص؟ ممكن الراوتر يشتغل الجهاز المخصوص ده طب انا اقول انا ازاي بكارتات فكين ايه اوه فيه قد حتة ازاي العمر مسلا ديها بيان ايه كروت بتاعي كان فيه فهو راوتر نفسه فيه امكانيات فتيلة مش كده اقول لك انا بقول integrated services router تمام؟ الهوما بيختصرواها طبعا شباب تشوفوها كتير بالكلمة ليه كده ISR integrated services router الISR في مكرو دول كان اول الحاجة بيشتغلوهم جي 1 او generation 1 الجيل الاول وفي مكرو دول اللي هوما generation 2 همان؟ دول كده generation 2 ودول كده generation 1 generation 1 جيل ده جيل الاولاني اظنه واضح لقلنا فرص اوليه الادم وانا نجيل ان هو دي الدي الاحس بقول لك ان كان الراوتر بتاعنا هتلاقي ان هو في CPU هتلاقي ان هو البروسيسور بتاعنا هتلاقي في operating system هتلاقي في RAM هتلاقي في ROV هتلاقي في NVR هتلاقي في Flash وانا نكلم طبعا على بعض الوقت بالتقسير هتلاقي في الاول بنامسك CPU وقادي جدنا الراوتر المفتوح في جوه اوكي ودا CPU بتاعه هتقول لي ايه ده ده CPU فعلا ده عارف ايه ده تسميه ايه ده Kazmium ناااااااا اوكيه ده الحته السللة الي باعنا دي كبه وهو CPU التحتي حكيه تخير ايه بس ده مش CPU ده انا عارفه بس من كولر مش مروحة عشان فيه فانة بين الفان اللي هي مروحة وبين الكولر يفتح كموطة بتاعك بص علي لو عدك كموطة في البيت بص علي فيه حتة بيتاع مروحة وفيه حاجات كده تشبه يبقى عليها بتاع ده الوقت ينتقسم كده بعدا ونتقسم حتة كتير ده عشان ما يتقسم هذا عشان ما يمشي على الهواء يعدي مساحة كبيرة جدد فيبرد بيبرد تبريد حلوة بدون ما يبقى في ايه مروحة هو نفسه ما فوش مروحة فالبروستسر بتاعنا زي ما نشاهدين مش مرتاج حتى مروحة لانه بروسسر طعيفة ده مش انتل ولا اي ام دي ولا كور اي سيلن ولا كور مش عالك ولا ايه حاجة من الحاجات اللي غريبة جدد خالص مش فوش ايه حاجة من الحاجات ده الله امال ايه طيب لأ ده حاجة مختلفة خالص لانه بروسسر مخصوص بتصلنا لسيسكو عاملية عشان خطر ينفع في الراوطة البروستسر بتاع التالي ده بينفع في كل حاجة لكن ده مخصوص لعملية دي اغراضي طبعا؟ فده زي ما انا الموديل ده في صورة 41 من جوا وده اللي هو بيسمونه الهيت سينك باوت او الكولر بتاعنا اللي هو بيمرر بي انتميه هلو كلام؟ السي بيو طبعا نوال بيتحاكم في كل حاجة موديلات جالي فبسط طبعا الفتحة الجاملة دي التعتقده بايه اللي سورة دي رميلة وبتلكها فيها نفس الاماتل في الكمبيتر عارفين دي دي ار تو و دي دي ار سليل و عمرك بصيبت رميلة تعتموتر تلافيها الواقع كده تمام؟ نفس الاماتل اه ممكن تشير لي اجريمه او مش بجاحتك لانه هو حسن مفتحاني اه مفتحة واحدة اه ممكن تشير الاماتل رميلة ممكن تشير الاماتل رميلة وخط رميلة مميش انا مشك خاص هو الراوطة نفس الاماتل بيتباع برميلة معينة وانت ممكن تختاري ممكن تنفس الموديل لانه بيتباع مثلا برميلة بص جيجا او جيجا انت للتخطوطي تمام؟ طيب هنبص داني لسه برضو على الراوطة من جوه البورد بتاعته عمنا ازاي و ايه المكونات الموجودة هننكز دلوقتي على فتكتشف ان الراوطة فيه كزا مميوري موجود و احنا رجل يكلمنا على دلاتة منهم في السويتش اوكي هنكلم انا بتفصيل عبطة دلوقتي و الارباعة منهم اللي هم جايبهم الارباعة برضو موجودة في السويتش كلامنا يعني ينطبق على الراوطة مع السويتش اول حاجة دايب كله عارف الراعب الراعب بتاعتنا موجودة و لسه ايه كان الراعب حتى بتاعت الراوطة زي الراب الكمبيوتر بتقدر تشيل يعني الراعب من الكمبيوتر تخططها في الراوطة راح تشتغل فالراعب بيوظفينتها هي بتخزن فيها ايه بلاش كلمة تخزن انت عارفين ان الراعب مش بتاعت تخزين لما يبقى ايدا لو واسدك تقول بقى تخزين مواقع لاني انت عارف ان الكهاربا لما تفصل او بتاعتنا تعمل شت داون كلها عيون طير يبقى اذا الراعب بيقول ان هي بيتحمل فيها بيتحمل فيها ايه ضايبة و بيبقى موجود فيها ايه اول حاجة الراوطة وفي فرق بين الراوطة وبين الراوطة يعني الهارد ديسك بتاعك عليه الوينوز لكن لما كوموتر بيشتغل الوينوز بيتحمل فيه الراعب فرق بين الراوطة بس لما بيشتغل لما لنتطفيد مسألة تكروبالك سيستن فينا اتو انيه على الارض لكن لما بيتحمل بيتدفل منه نسخة كده من الراوطة بيتحط فيه الفرق فعشان سيسكو بتسألك الفريكة دي كتير لقولك الراوطة في اي او اس فيه تزود كلمة راوطة الراوطة الاي او اس اللي شنغال يبقى اصناع ان هو فيه فرق لقى اي اي او اس بس هتشوف ان هو فيه حيط تبان بعد كده ايه ده ايه بتحط في الراوطة والارب تيمول الجدولين عضو علينا الريد اللي عدا نفس المرة فاتت كلها الجدول الاساسي اللي بيخلي الراوطة اعفش تغل اصلا والارب تيمول صرفنا شوفنا في الكمبيوتر صح اللي هو قبو ارب لاش إيه بيطلع علينا اللي فيه ايجي ادرس والايه والباك أبس دول موم عميين اكين فيه الفرق الحية اي جدول يعني فتكرا كده اي تيمول حييجي دلوقتي بغاية الاخر وطبعا اكيد فاكين لما اعمل كل تفاصل الكهربة عن السويتش كل حاجة الارت لان كل حاجة اكيد مقولة في الارت وراني كوفيج ده في الريم وراني كوفيج لما تبصل الكهربة كل حاجة نبديه اخيرا وليس اخيرا لانا ممكن نجيب نان جيدة بنسبب الراوتر حاجة اسمها الباكت بافر ايه الباكت بافر؟ الراوتر بيراوت ايه باكت؟ يعني بتخش له باكت وهو بيعديه وبيطلعها من حاجة تلك قس في مشكلة ايه مشكلة؟ انت قبل ان الراوتر بيبع حاجة زي كده ايه؟ قد الراوتر باسلا بتاعه بتوصل هنا بالسويتش وتوصل هنا باليه؟ بالواية صح؟ فتنعي مثلا الي مشاجلال هنا مع السويتش دوت بسرعة 100 ميجا مش ديه سرعة علیها بتاعتنا للفاصل صدقة الواية عن كده لاش غالين بيا باسلا في الشبكة بتاعتنا هنا فالسرعة دي 100 ميجا وبعب تعني سرعة الواية بتاعتك دي مسلا الواية والاي اللي واحدة من الأشهر سرعات اللي هي الوان او الانتالت صح؟ سرعات الوان او الانتالت طبعا فمين اللي بيحصل كده؟ الداتة بتخش هنا بسرعة مية وقعدت له هنا بسرعة كامة؟ اثنين عادت له باشي عالطريق بالعربية وتلاقي طريق واسع عاليد كده ولا حاجة زي عدائلي ولا اي طريق اللي هو باشي خمس عربات جنوب العطفة وكلهم ماشيين عادي طبعين تجيب حتة تلاقيه عمل كده وبعد العربية العربية بس نماشي الحتة دي بتسميها عمق الزجاجة الانتالتينية بتغفل وبتبقى ايه؟ بالدير خلص وهذا اللي بيحصل كده الانتالت ماشي يوم فرحانا بسرعة مية ميجا لكن تجيب طعين اخينها سرعاتك كام؟ اثنين ميجا فبيحصل طبور برضو زي الزحمة بتاع طبعا مش لقف طبور كده اللي بقيت سببا تقوله يعدك بيحصل طبور طب في خلال الوقت اللي بقيت الطبور اللي بقيت ساعمل تتخش هذا بتخش تتحط فين لازم يبقى ليها مكان تتحط فين في الراية ماذا؟ بتحطها فين في الراية عشان كده اخيان الرايتر بتاع تلقي عالي يعني بس ايه بيكلا اخيانها 512 ميجا 1024 ميجا نهي واحد جيجا في طبعا اكتر من كده 2 جيجا كمان ليه كبيرة كده؟ هطول لي دي مش كبيرة الكمبيوتر بيبقى اكتر من كده بالنسبة للراوتر صوتوه ما كبير لانه بيخزن هيدا عنده جزء فيه رام كبير محبوظ ان هو يخزن ايه الباكت بافر هم تقول عليها ان الباكت بتتخطزن هيدا مؤقتة لغاية ما تطلع مليكت من ده حد تاني السويتش مسلا تلاقي رام بتاع 20 نيجا 100 ميجا سويتش لانه مفيش كده تفكروا كده السويتش فاكاو السويتش عنده فتحات كلها كان 100 ميجا سويتش عنده عنده فتحات كلها سويتها كان 100 ميجا كلها شاملها بعض لكن ده عنده مشكلة 100 ميجا اه بكتنين ميجا سويتش عنده فعشان كده الجزء ده ايه مهام 100 ميجا طيب ايه لو ركزت كده الرام فيها ايه دلوقتي اربع حاجات اللي باكتشان ده يعني سوال فورشور بيجيلك في الامتحان الفاينال بتاعنا هنا اللي هو فاينال اللي بتنتحنه هنا عشان خاطر تنجح في الكلاس ده اصلا وطبعا بيجيلك الامتحان الكبير اللي هو بتاع سيسكو اللي بتروحكم بتاخد بيه الشهادة ان شاء الله بتاعي في المسيس انت او مسيس يناي المسيسكو بتحب تسأل جدا في حياتنا اللي هو كل باية يعني صفحة كلها باية بس طبعا انا احنا باخدين لسه اول جزء يا طرق ايه بتتحط فين في الربط تبقى اول حاجة وباية جدا وفيها انا فكرت لها بحاجات مبطقية تبقى الRunning باي او اس اللي هو الوكليك سيستم وهو عشان جاف تبقى الRunning Configuration File خلينا بكلمة running واحد يبقى الRunning ios ومعه running mean Configuration File الاتنين دول افكرت كلمة running دول دول ديك على طول ان هم الاتنين موجودين فين في الريد اي حاجة فيها table اه عندنا routing table عندنا arc table واي table تاني ناخد واحد كده اي table ستينة جاية بس لو جاد لك سيرته يبقى الtable ده بيتحط فين في الريد وبتستنى شوية وتخش الطابور الطابور ده موجود كله فين في الRAM بتاعاتي تراتي واي؟ يبقى دين ايه رام تاني واحدة سهلة جدا واخدناها في السويتش قبل كده قولنا اني عندي مشكلة في running Configuration اني الكون Configuration بتاع تهضيها فكتاز انسيسكم تعمل مكان مخصوص نعمل فيه Save Configuration فعمل مكان صغير جدا بيبقى بالكيلو بعيد يعني حاجمه بيبقى بالكيلو بعيد زي ما هتشوف دلوقتي والمكان ده اسمه ايه؟ NVRAM زي اقولوا عكلمة NVRAM حرف L و اللي هو ما ساعتها اللي هو Non Volatile او اللي ما ببترش بالعربي معناها ما ببترش ما ببترش يعني ايه؟ يعني في الكهربا لو الكهربا روحت ال NVRAM دي موجودة او لا موجودة يعني ايه؟ Non Volatile تلاقيه مكتوب ايه Use the Asperiment مش كابيني الاختصار متاح بسانا كنا نخليها بكنا في الشابتر البتاعه او فوق خبس مكتوب شايفة؟ Non شرطة Volatile Volatile دي معناها بطيل نعم؟ يعني Volatile اي حاجة بتطير البدر يعمل انجلس لما تيجي ترجمة عربة تلاقي مراكلة بالنسبة لنا احنا بيقول ان ال RAM مسلا دي Volatile صاني في الروتر انا انا اقول ال RAM Volatile حلمء يعني ايه؟ بيطيق منها لو الكهربا فصلت بيطيق لما تكلم Volatile معناها العكس لو لو الكهربا لو ضعت كنتي محتفظ بالايه بالحاجة بتاعتي ووصفتنا بالراوتر حاجة واحدة فقط فقط حريبية فيش بيانة عقيد ال Start-up Confibergation 5 الملف اللي عملنا بيه تخزين فكين بعده خلاص الconfiguration تلع سويتش عملنا سيف كان فيه عمر اخر حاجة بنعمله اسمه copy runningconfig starterconfig صحيح؟ copy runningconfig starterconfig والملف بدوت اللي هو starterconfig بصوا بالخازم فين؟ في الMVRAM الخازم في الMVRAM موالح كلا؟ لما ده مكان مخصوص معموض بس لهذا الارض ان احنا نحط فيه الايه؟ ال starterconfiguration او بعد البيه سيف للconfiguration احباره عن نسخة الملفين دول وطلطين ببعض جدا runningconfiguration ويهو starterconfiguration لانه سرنا بتاع السويتش للزبط لغاية دلوقتي يكونوا بالنحن وضعها زي وش في السويتش طبعا؟ يعني لو وضينا للسويتش هل في running iOS؟ ايوا هل في routing table؟ لا وفوش الارض انتبتر عندنا بلاله اسمه معانة 3RT table؟ لا مانوش الارض انتبتر هل في runningconfiguration؟ اه وموجود فران برضو هل في packet buffer؟ لا زي ما قلنا لانه هو ما عندوش مش محتاج حاجة زي كده الروتر هو اللي عندو مشكلة بيخلط بس الفكرة واحدة يبقى الحاجة يسا هي من running iOS والraring configuration واي جدوة بتاع السويتش لانك انا بروض على راو جداول تانية في السويتش ان شاء الله قدام اي كلمة جدوة لتابل يبقى محطوط فيه انا تبقى اصلي على الـ NVRAM هي هي بزرطة الـ NVRAM اي هي بزرطة اقول لك الاتنين الـ NVRAM في السويتش نفس الكلام نفس الفايدة نفس الغرض نفس كل حاجة بنسلم عشان نخزم فيها ليه الـ Startup Configuration File لما جمع بنسلم في الـ Configuration بتتخزم فين في الـ NVRAM بعد كده بابتنجي للـ Flash اه ايه الـ Flash ده اولا الـ Flash ده عبارة عن مكان مخصوص جوه الـ Hard Disk بيبقى عليه الـ Operating System بتاعنا وفكر كده بالضبط كانو زي الـ Hard Disk بتاعك باسألك الـ Computer فين الـ Operating System موجود هتقولي بتخزم فين بتخزم بصورة دايبة اللي هو الـ Hard Disk فنفس الحكاية ده الـ Flash بتاعنا بتزميه هنا الـ Flash فانت بحاجة صغيرة جدا وبيبقى هتتشاهل بحط هتشوفها وراكم بس اقوصوا هنا كده دلوقتي هادي الـ Router عندنا شايفين الحكتة دي كده؟ حكتة صغيرة صغيرة دي دي فيها كارتة اسمها الـ Flash هنا فاتحة دي فيها كارتة اسمها الـ Flash طبع؟ كده بتشيلها وتطلعها اللي بقى لك يعني الـ RAM دي مواقودة جوه الـ NV RAM مواقودة جوه يعني غير مواقودة جوه هي عايزة اوصلها لازم افك الجاز طبع تفك المصارين بتاعها تكلها عشان تشوف الـ باثر بورد اللي جوه اللي هو جانبها بالنشوهاية دي لكن اي لا بص دي مواقودة فين؟ مواقودة بره فيه ضرورة كده تدوس عليه وبيعا تدفع تخش عارك زي الميموري كارت اللي عندك في الموبايل نفس الفكرة وشمعها بالزبط فايزا بقى زي الميموري كارتل في الموبايل هي عبارة عن فلاش ميموري والفلاش ميموري معناها ان هي سفلة ايزا لو حصل اي حاجة هي انا دي متخزنة سفلة اكي؟ زي الـ طب ايه اللي متخزن فيها؟ نفوش الحاجة واحدة اللي متخزنة فيها الـ اللي اسم هو ايه لو فقلين الـ 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 ايزا نفكر بقى معنى كده لما يقولوننا دلوقتي الجهاز بيحمل الخطوات التحميل ايه؟ هنشوفه مع بعض من ضمن الخطوات ديت ان الـ 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 زي ما كموتر بتاعك بتاعه بيتدخل من الـ ويتحق فيه مرضو في الـ 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 واضح اخر حاجة هي الـ او الـ او الـ او الـ او الـ او الـ وقم او الـ او الـ او الـ او ايه؟ ايه بقى وظيفة الـ اوه معنى اللي بتقدر تقرأ منها بس بتقدرش تكتب عين تعالا تشيونا دي مهمة وفيها الكلام بيه بدي كده في مساحة فيه يعني زي هاردي كده اولا في كارتة ديك ديك زي هابد انت بتقول بس غريبا من لباس بيان يعني مثلا بتبقى اربعة افتين ميجا مئة اشتين ميجا امتيز انت اخمسين ميجا خمس ميجا مأشرة ميجا مش اكبر من كده ديك تي مهولة كده بس الناديلة متى كيرو راس كده راس و كده بلو نعم فيش هارديها هي بس الفلاشة الصغيرة شكرا بجده ويديو عن دلال انتم طلع هارد الكلام من دلال لا لا دلال ده مطل يكون في كزا حاجة للهارد الروطة نفسه مش محتاج هارد اسم مش محتاج ان انا خطت في حاجة خزنت الهارد اسم يبقى اللي شفناه اغاية دلوقتيه هو الرام وشوفنا جواها ايه شوفنا جواها الرانيج بيتحط جواها الرانيج اي او اس الرانيج كونفيدراتيشن تمام؟ الارب تيبل زائد مثلا الايه الراوطين بارده تيبل واخيرا نقوم ايه الباكت بافر بالتاني التانيه قسم كتير اللي هي الان مطلعش ايه حاجة واحدة مببودة اللي هي اسمها الستارت اوب ايه اللي هو برعا نسيف للملفات بتاعك للملف بتاع الرانيج كونفيد اللي هو اده زي مانا فيه ورقه المجيد الفلاش بتاعنا او موجود فيه ايه حاجة اسمها او ملفات بتاعك ايه نظام التجريب الراوطين باش حاجة دي هاي الراوطين باشي الراوطين ايه 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 اول حاجة موجودة عندنا فيه الراوط برنامج اسمه دعا دمي حاجة برنامج تاني اسمه واخيرا البرنامج الثالث اسمه ممكن نسميه ايه بقى الكلام الجريف اللي انا اكترته ده لازم تفهم اول رام يعني ايه الكلام ده هاته الرام بتاعت مريات لما الكهربة بتقطع في المسحة تبقى فاضي اصلا مش حاجة طب من ايه الكلام والفلاش لما الكهربة بتقطع الموجودة امان الشوار ده انا ده انا ده 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 الرياب هنه بقت انت مفيش حاجة فولاتايل بطير ساعة دي لا اه لا انت لها محتفظة بالحاجات تاعتها ساعة طاعت ده بقت عبارة عني بس الان في رام دي اقدر امسحها اقدر اعملها دليت اقدر اعملها اقادر اعملها ايويس تبقيني خليم بقى ايويس وهنا دي اقدر اعملها برضو دليت اه اه يعني انا ادول امسح مبارة في رام دة الان ثانيا اوه امسح اعنق زي بولي تعمل الفورمات عندك لالسي اللي عندك قول عليه وينوس وعملت را فورمات مفيش اقادر لا مفيش ادوح بكل حاجة ممكن تعم كدة بممكن تعم كدة المخلينه تعمل كدة بس ممكن يعني فلاش ممكن يتمسح طب ممكن يتمسح وده ممكن يتمسح اه ممكن يتمسح ده عصر بيتمسح لوحدة لما الكهربة وتفصل كده كده صح؟ فده الوحيد اللي هو الروم اللي هو read only ماقدرش امسحه ماقدرش عدل فيه ماقدرش ازوّد عليه كبال؟ طيب ايه بقى في يدته؟ ليس اسكوا عمليته كده لك ما تقدرش تعمل في هاي سجد؟ اعرب حاجة لو مشابه عنده حضرتك في الكمبيوتر هو البايس مش شابه بالزبط مش عارب حاجة مش شابه لو عافين البايس او السيموس الموجود عندك في الكمبيوتر عاديك الشاشة السودة اللي بتطلع لك في الاول كده وانت بتشغل الكمبيوتر ويقول لك دوس delete او دوس F1 او دوس F1 او دوس F1 او دوس F1 او ده الجهاز بتاعك وبتخلش على حاجة اسمها ايه؟ البايس صح؟ هيا دي اقرب حاجة للروم عندك ان هو بعض البايس بتاعك ده فيه جلس اسمه هي تقول امامه ايه او روم وبطريقة او باخرى مع المفهول ان انت منفعش تكتم عليه او منفعش ان انت ضاير بس اسموا حطة هنا الحاجات المهمة هي تنجيب دا للجهاز عشان يشتغل لدرجة ان انت مش ساب حالك ان هو اصلا ايه؟ ان انت تاخد الحاجة دي هتبسحها وتعدي فيه فايه هما الحاجة ايه؟ اول واحد بامامه اسمه باور اون سيلف تيست بوست اختصام لي باور اون سيلف تيست ايه الكلام داوت باور اون يعني لما الكرابة توصل سيلف تيست اختبر نفسك البرنامج دا اوات بيختبر الجهاز بتاعك اللي هو الراوتور ويتأكد ان هو سليم وده برضه اللي بيحصل في الكمبيوتر متاعك حتى عمره شغل الكمبيوتر ولاية الكمبيوتر ما بيشتغلش وبيصفر تيب 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 حصلتش حالة رجالة؟ صح الرايبات فيها حاجة صح الكارت اللي مش عاليه فيها حاجة ايه حاجة ايه اللي حصل اله؟ هو بيصفر ليه؟ هو عارف ليه؟ فيه برنامج جوه الكمبيوتر برضه في البيتز بتاعه اسمه ايه؟ بوكس البرنامج دا بيفحص الرايبات موجودة؟ لا مش موجودة فبدل ما يشتغل يعمل ايه؟ يصفر الفيديا موجودة؟ لا مش موجودة يبقى ايه؟ يصفر بس الصفارة ثانية يما وظيفته ان هو يفحص الجهاز من اول اول بجهاز ايه؟ ده البرنامج اللي اسمه البوكسط وظيفته ان هو يفحص الجهاز من اول وهو بجهاز ايه؟ نفس الوظيفة بالزبط في الراكتر البرنامج دا بيتأكد من ايه؟ من السي بيو والريال متاعدة اللي هو موجودة؟ ويقص على حاجات تارية راسيان اللي هي من اللي هو؟ السي بيو تمام؟ موجودة؟ اللي هي موجودة تمام؟ شكرا غير كده طب هايسافر؟ لا مش هايسافر تمام؟ ما عندناش احنا صفارة زي ايه؟ الكمبيوتر استعادة لكن مش هايستعادة لو هيشتغل ويكامل يبقى هو البرنامج يعمل تشيك على كل حاجة وليها كل حاجة ايه؟ سليمة واضح؟ يبقى دا مهم جدا 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 نجان باوتر عشان كله هو موجود فين البرنامج دا هو البرنامج اللي هي ما يفعش هداك تمسحه حتى عن طريق الخطر هبوزه هيجبينه فيروس ما يفعش هايسافر ايه؟ ما يفعش هايسافر ايه؟ اي حاجة عشان هو ريد واني بامر واضح؟ يبقى دا طبعا هايجوا مفيد جدا نجان باوتر نجان باوتر ان دا من اهوال الحاجات اللي بتحصل دا برنامج تاني اسمه بوت ستراب وكلمة ستراب غريبة بس بوت مش غريبة فكلمة بوت دي ممكن تكون قابلتك في كوموتر اقول الحاجة بتعمل بوت يعني ايه؟ حاجة بوتابول يعني ايه؟ بتحمل صح؟ وفي الحقيقة فعلا البرنامج دا هوات مسؤول عن لودنج ذا ايه؟ راوتر يعني فان كافية ايه؟ دا اللي بيحمل دا اللي بيشغل ال اي او اس بتاعنا دا اللي بيشغل ايه ال اي اي او اس وده قاملو زي بايس اللي موجود عنا في كوموتر فيه برنامج موجود كده هلا عملك دخلت في بايس تاعك والعاد ولاقيت ان انت ممكن تحمل من فلاشك او تحمل من السي دي او دي في دي بدل ما تحمل من هاردسك او حد قاملو لعب في الكوموتر شوية هلاقي فيه اوشة زي كده طعا وده برنامج يقولو تحمل من ايه؟ برنامج بتاعنا دا اوات هو عارف طبعا هو بيحمل من ايه؟ بيحمل من ايه؟ بيحمليها برنامج اسمه البوست بيعمل تشيك على الجهاز ولو تمام بتشغل البرنامج دا اللي هو اسمه البوتستراب اللي هو بيعمليه؟ بيقوم بعملين بقيت عمليات التحقيق بيخلي الجهاز يحق خلي الوبينك سيستم يشغل حلو جدا دا كده الشغل الاساسي بتاع الو اخيرا بقى ممكن لو حصلت كارسة زي لو انتلك من شوية حد بدخلو عامل فورمات الفلاشنا ابسح بريد بس حلوبينك سيستم فيه الوبينك سيستم كده الجهاز ايشتغل الويندوز عندك ايه واحد الجهاز ايشتغل طب احنا نعمل ايه؟ في الويندوز عندك كنت هتجد بقى فلاشة ولاس طوالة وتحاول تحمل بينها وتنزل الويندوز بالقلو دي مضبوط؟ طب الكوبوتو عندنا فيه فلاشة ولاس طوالة ولا ايه عالية؟ لكن لا ما فيش الراو زي ويندو فيها فيرنامج ثالث زي ما تشوفين limited IOS IOS اللي هو نفس الوبينك سيستم بنعمل بس limited يعني محدود جدا نسخة مصورة جدا جدا من ال IOS نسخة مصورة جدا يعني مثلا ايس بتاعنا فاكينا معنا احكي لكم انت كين بيئات الالاف من الواجر؟ صح؟ فاكينا معنا كين بيئات الالاف وتخضيت والاومر كتيرة جيت لنا وامر ملايين وحدش يحفظها الراجل ده مثلا فيه عشو عشرين قبل بس يعني فاكيبتو وزولة دي حاجة زولة جدا ايه نازفتو بتسميها حاجة انا ما احتاجوش غرسات اما اقسم حاجة اسمها disaster recovery disaster يعني كارسل disaster recovery تمام؟ زي ايه؟ زي المسرات انا نسيت ال Password اوكي Password تمام؟ نعم نسيت ال Password حلوك بتاعت الروتر طب هتخش عليه ازاي هتتعلم معايز ازاي طب ان دي حاجة هم ندرسها ونطبعها عاملي عن طريق المتضاعي اس ده اوات اوكيبتو زي ما تقولون الحد مسلا ما سامح الله عامل ايه؟ Format للإيه للفلاش بغضو نتخش على المتضاعي اس ده اوات ايه؟ في كوانس ثانية طبعا بس زي ما تدون اتنين انكم بغضون اتنين مشروعين جدا بس ينت ال Password هتخش على جهاز ازاي مش هدا خلق مش هدا خلق والتي حاجة ان حد عامل format فلاش اوط يعني ممكن فاب بتاعته باز وبالتاهي برضو هتطر اخش على اللي بتضاعي اس ده كمان؟ كل حاجة دي سابتة الروم بزرق زي ما قلنا سابتة جاي الجهاز فيه الروم فيه تلت برامج دون مقدرش اغايرهم مقدرش اغلاع فيه مقدرش امسحه مقدرش اغلاع فيه مهان الا لو فكرت الجهاز والروم دي زي الشباة عافية ما فيه حاجة بتركبه في المزر بورده عده تقدر تشيلها كده يعني لو جودها تقدر تشيلها بس لو شلتها الساعة ترازم تروح تشتري واحدة تانية من سيسكو وتركبها ايه؟ يا ده الحال الوحيي ايه مقدر كده لو انا دي ريت قولي بابا ايه فاقير؟ ما ينفعش اغلاع فيها ما ينفعش اغلاع فيها ايه ايه سابتة فيها الحياتي كده فيها التالي برامج دون التلاتة اهم المبعض زي ما تشتري كلهم مهم يجيد ده الجيد ده للشغل التعرابط كل مرة الراوتر بيتحمد زي ما تشوف كل مرة يوصلوا كهربع الاتنين دون بيحصلوا ودي طبعا مهمة جدا عشان فاطر انها سمح انها في كاسة اللي هي الديزاستر دي حصلت هحتاجها بمجردها مش هارف تخش اتعلم بعرضه بس واضح؟ هم؟ طبعا دلوقتي كده فدي الروم مهمة جدا ان احنا نعرف ايه التلاتة بويتس دول او التلات برامج اللي موجودين او التلات حاجات اللي موجودة اللي هو وعيد في الحقيقة زي ما تلت الصورة دية او انصاف حدي شوية الكلام دول كده مهمة جدا لنساسكم تسأل في كتير قوي 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 ايه هي الحاجة بتاعتها بلافات الموجودة بس او حاجات الموجودة جول راوتر او موجودة فيها بيجيبنا بعض الامسالة زي مسال 1140 قولنا واحد من اشتر موديلات اهو انا قول السليمينو شوية اللي هو الموديل دول ممتشر جدا اللي هو اول واحد في البرانش في الفروع للشركات الموديل دول فبيجينا كمسال انه هو بيجي الطبيعين 510 ميجا 510 ميجا نحن نص جدا بس افجرينه لمغاية كام ممكن ازوده لمغاية ايه بقى في الكلام اللي بستاذ فيها 14 بيجي بنتان سنتو خمسين ميجا فلاش اه لو افنا جعلة تانية انا للسولة بتاعته الفتحة بتاعت فلاش اهيه اه لا في فتحيتين فلاش وده مضامة الحاجات المستيسكو زودتها في الموديلات الديلة اللي هو جيلي التاني ده اول واحظة بيه فتحتين فلاش مش فتحة واحدة مش قوله فلاش ده اولا كارت ما بتطلع زي ميبوريكار ده عندك فبسل بيبعدك الموديل صار فيه ميبوريكار ده واحدة فتحة بقى فيه فتحتين فده معناه ان مودي يجبني عندك اتنين ده فلاش ميبوري بس هوا بيطلع بمصنع مع ايه ايه واحدة والواحدة نيكس حاجة كام زي بقوله كده 256 56 تباك بس في الحقيقة اقدر زودتها الواحدة ربعجة اللي بنسبال لها كبيرة بنسبال لها كبيرة ده كله ايه خلي بالك عشان خاطر انا كفلاش بستخدمه عشان خزي لبريكار سيستم يعني بريكار سيستم متاعي مساحته كان متاعي 50 ميجا 60 ميجا 100 ميجا ده لوب ما يعني بيكونوا بريكار سيستم كين تفهمين الفكرة؟ يعني بريكار سيستم كنه مساحته ايه؟ صغيرة مش كمية امام؟ يعني نكلم في اقالي من 100 ميجا اعلى من 100 ميجا بحاجة بزيطة ده رينج المتواصل بتاعي اللي بريكار سيستم متاع سيستم فلما تقولك ان الهاردسك بتاع ده الهاردسك اللي قال فلاش مساحته بتكزبنا 50 ميجا كوات إلا خليه احتاج اربع جيجا اللي هو بيكون عليها بس ممكن ممكن انك توصل ليه لحاجة زي كده وانا طبع المساهمة هي اللي وديك الصفحة بتاعت الـ 1900 تبا؟ وتلاقيها المدلنات كلها تحتاجها في 41 اللي موجودة تحتاجها في 41 في منهم مدلنات مختلفة يعني الشكل بتاعه يعني بسهل واحد احنا بلين دور الفرق بهم تبا؟ العلمين ده ايه في الاندالس كده في وارلس واطلع صبع ايه في الكروت اللي ممكن تركب فيه في الكروت زيادة ممكن ايه تركب فيه موجودة ده بشكلام كتير قوي قوي على الخواز بتاعته وازالي مش باقل ايه اللي موجود فيه الوبشنز بتاعته بياخد كهرباد ايه كل حاجة ممكن تتصورها هتلاقيها ايه موجودة ولي فرق المدلات اهو يعني مثلا ده بيقول لك اجري في 226 ميجا الفلاش وخمسة واحدة الريال لبردو 59 كلهم طريبا نفس الماء whites بتنسلتخمسين هو الريال بفرانتنا يوّ مايحكي اي 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 olive اوه اي اي ا اي 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 ايه وهي الابدع دي اقصدو عل حاجة تانيها انت معلم شركة اي ا proximity لان هرااني معدقيتش ابقطت ان دي حاجة التانيه خالي شايف كلاس اي وكلاس اي وحاجة زي كده دي هتلاقي علاقة بالانرجي مسلا بها دي. لهم جبنا كده. عمال ناس فرش. هزي عمال ناس فرش. لعم لها دي عمال ناشرك ناس حاجة. تمام? يعني انا هدوس طبع هاي ابو عنا واخدها زي عم زي درجة او. تمام? هادوسنا عليها كده حيبنينا ان هو دوت ايه? ممكن نقول لك غريبا بتلاقي علاقة بالانرجي مسلا نعم بحاجة. عم لزي بنتحل تلاقي حاجة واحدة يقول لك اذا كانت الجاب بقريزو نسع 3.000 حاجة زي كتاب انا كانت نوعة احدى بنتكنت للخصوات حادية نلاكي حاجة كتير اي 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 شبع معا ماذا نوعه تعاون بنتوع عايزيني بنعرف الي اي 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 ان نكون استفاج بحاجة اي اذا يباى EMC دي اختصار الي اي 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 ااي ببعببت كمال؟ الكهارو وغلاطسية توافقه الكهارو وغلاطسية نعملين الفكرة؟ فطبعا ده واضح ان هو علاقة بالجهب البرز بتاع الكهرباء فكل الـ standards اللي واخده هو الحاجات الغريبة ديها ايه علاقته بالكهرباء؟ بيطلع مجمع بالجهب الى؟ بيتأثر مميقات كهرباء منسية الى؟ واحكاسة كمال؟ فده كده ايه المعلومات المهمة جيدة انا اللي انضعكم فوربسو واتحين للناس كده الراك الامي في ناك الفلاش والروم كل واحدة بتاعنا الايه. وبنتخلص فيها ايه? خباب? ايه بنخش انسايت راوتر. المرة دي راوتر ايه قديم شوية لو انت في تنو مئة احد ادربيين مش هتصوم مئة ادربيين بس عشان ناكن فيه كومبولتس اكتر فعايزي برغار. زي ما شوفين في مربعات بورتغاني كتير كده كل واحدة ندوس عليها يقول لها كوي. اه ده ايه? شايفين طالب اللو كابل كده بيوصل بورد للماثر بورد وفيش ادربيين من فوق يعني مريد ده انت مصص له كنا فاكيته وانت مصص له فوق. فده البورسال لايك ايه بتاعنا. ايه اللي راوتر زي ما اكتشف في مكان فتحة موجودة لان انا واصل في حاجة اسمع لرندن تبورسال لاي. يعني لو لوحنا لل121 دوت. اي. مش كده موجودة من الناحية ايه موجودة من الناحية التانية مثل مش بلكون وحدة يكون فيه من الناحية تانية. حنشوفها في الراوتر محاو حييي بس في يعني اللي هو الراوتر اللي جاتت اللي انا بنشتغل عليه و يبقى في مكان ان انا أوصل كابل كده. اللي حاجة اسمها اليدونمنت بارسل لاي. اليدونمنت دي. يعني هو اليدونمنت بارسل لاي عفيد و اللي يوسل الكهرباء. اليدونمنت باستر دي. بديل. إضافي. احتياطي. يبقى في اثنين بارسل لاي في الراوتر نبال الوحدة. تمام؟ بس دا بتوصل مبارة يا مين. مفيش مكان ان انا اتقيه جوه الراوتر. كامل جدا بيه بيوصل في دوتا ناكسة. طب ايه في دوتا. وما اكتشف ان اكتر حاجة بالبوز في المكونات كهاردوير. هي بارسال لاي. لو طبع سيسكو عاملها بارسال لاي محتعم. عادي ان دي جداز اشتام الكوبيتر. طبع في بارسال لاي بس هدى بمين جنيه و بارسال لاي بقى الف جنيه. ناكس بارسال لاي. لكن طبع في خلال. في المكونات والتصميمة والكلام تلك. فايزا بارسال لاي عشان خاطرهم ما خالفين من هو يحصلوا حاجة. فيه فيوز كده او حاجات بتقدرهم لو كهربا جاءت عالية القصة يعني. فحطين option ريتا ممكن توليه في ايه? بارسال لاي. طبعا دي مال واحد. واضحة جدا. هتشوفوا مرضو هو ايه الشغاف. الده وده اللي عليمين وإلا على الشمال دي في مجرد علبة كده. علبة بلاستيك. اللي موجود فيها المكان اللي هحط في فتح. اه لو ايه فتحة سوفيه لكن اهو مدول بيقول لهم حالين. طبعا. دول الماكة المخصوصة ان انا نركب فيهم ايه فتح. برضو اما تشوف الراوتر بتاعنا المورد جانش اهو ما اشتغل هتشوفو. هتلاقي في واحدة بنا ومسلا عندنا مركبين احنا فيها كم تفاعلة وراوتين اوها كده انا طبعين. والتانية مزدود يعني. برض حتة حليبة كده افنان. يبقى انا متاح لسا بالنسبة لي ان انا نركب ايه حاجة تاني. طب ازاي الكلام ده بيحصل برضو باكت ريسل مزبطة في هزا الموضوع ايه ازاي. انا بي فتحة الراوتر صح? بص يبني على الشمال. شايفين قريبا دي حاجة اسمها موديولز. بص تتفتع وتتقفل كده. ايه موديولز كرتات. يبقى هنا دو واحد اتنين تلاتة ربعة ربزة زبعة ثمانية تسعة عشر. عشر الواحة مختلفة بالكرتات اللي ممكن تلكم هنا. الله يعني ايه مش كرتها واحد الا مش كرتها. في الواحة كتيرة بين الكرتات ممكن تنكبها ايه هنا. واضح؟ فسيسكو جايبها هنا في الحالة اللي تبكيبت ريسل عشان تشوفها النفسك. بصي بس انا دي واحدة من اشهر الكرتات ودي احنا منكبانها مثلا. اوكين اتش وايك داش 2 تي دي او. نجيبها كده. حطاها هنا. تقررها بس كده. بجور الاسم التحت. ده هتحولك لشكل كده. تقطها هنا. مش هيبت. يقول لك كانت انا بديول وانده power is on. كدلك انت مجدوه. حد يلكن كانت في الجهاز وبالبارشة غيره. طب وصل هنا. شافيه بزرارة power. ندوس عليه. ايه طف. من الواحة زي انا بجيب انكبتة دي. وانه رأي هنا كده. انكبتة دي. اللي هي او ساعة اللي ايها ويك. اختصار ايه الويك. وام انترفيس كارد. تحيس كلهو ببراه. ويك 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 ويك. اتش ويك اتش ويك اتش ويك اتش ويك اتش ويك. طب هو ده لا يحسن. هو انت. الايسار لكتة وانده بهم. شاكيلي فتحتين الصف لده. دول ايسار لكتة. طبعا. يبقى عادلو ليف الحاكي صادقة. لكن ايه دي اتسا يبقى اساس كل ايه مفتوحة كده. عشان خطوة هتنكي فيها كارتة للويك. دي باسمع ايه كارتة للويك. كمان? زي لك. مش كان عادلية كارتة اللي مقرد في فوق اسمع ايه? نتروك انت في اسمك باسمع ايه? ويك. طيب وبعد ايه? ايه بقصة يعني? ليه فيه الواق كتيرة كده? عشان خطوة فيه فتحات كتيرة للويك دي. يعني بس كده دي. بلا. اللي اصابت. اه? دول اربح اتحات سويتش. مش هنقدر راوتر بتاعك بتاع تلاتة ده. بتركب جواه سويتش فيه اربح ات. حتا راوتر سيسكو. بص انا كده راكبت الكارتة دي. باكده في جواه سويتش اربح اتحات. وانا? يبقى هنا راكبت اتنين وان اللي هو سيريال بورت. وهنا راكبت اربح محمد. طبع? فيه حاجة تانية? هي الولي دي جدا. دي حاجة اسمها? التبانية ايه دي هات? ايه? ايه? اتنين اتنين تلاتة اتنين كونسول بورت. اه ايه الكلام ده? فاكرين كام من الكونسول بتاعنا? اه. انا ممكن هنا وصل واحدة بالدول. طب دايب توصل بي الجهاز دوت. تستخل دي حاجة اسمها عكس السيرفر. يعني هو نفسه توصل بي راوترات وتاخدش راه انه او روترات تانية. انا نعملها زبانية مستدر وقت ما لايش اي نازمة في حيات. دي. اه اضرب ايه واضحة? ايه الحاجات اللي طالعها دي. تمام؟ وارس. ايه كارتة ايه وارس. ايه تاني? ليه? كمام? دي يا ارجي اخداشرة. اه يبدو ان دي هيك فيها خط ايه? تليفون. مش دي اسئله. الخط التليفون عادي. الخط التليفون? عادي. مش دي اسأله. يعني ايه ممكن تعمل بقى خلي الراوتر دا يتسب رقم تليفوه. طيب اي تاني دي فتحة بس مش سويتش. دي فتحة اي صانيط زي اعزي دول. يعني فتحة راوتر. دي فتحة راوتر. دي فتحة راوتر. بس اوك يعني السويتش الراوتر دمه يعني في فتحتين بس انشروتين بس. حكتين كتتين بس. بس اقص حكتين. عارفة الموديل الاعلى شوية تلاقي فيه اربع ايه. اه دي برضو او من انواع الوان. بس اديمه شوية. دي برضو او من انواع الوان. ده اللي هو تلفونيات ده برضو تلفونيات تاني. بس الان مختلفين شوية. ده بيزي التلفوني. مرقل فرق من ديها تلفون. دي واحدة اساسي واحدة احتياطي ديها التنين ممكن تسجدنكه مرقب من الوان في نفس الايه الوقت الفنية. ايه. الخطوط ترفوني. مقاطم حدو مبقيتش مستخدمة. دي عشرة واحدة اللي هي شبهة دي جدا. اللي هي سيريال بوط. بتاعك اللي ايه عندي. الفنة من طب من ويتش 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 دي هنه. او بوصيل كده داح. اتقيب لك اخصار ايه؟ تانية. يعني من تزاعدة لان اتش اخصار يبقى ديه اسرع من ديه بس تمام؟ يبقى الفتحتين مثلا سيريال الاتش ويك فتحتين سيريال بس دي ايه اسرع وكتيد واخيرا اخر واحدة مش كاكة في الحقيقة ده كمه ديه حكة الحديدة اللي اقول لك عليها ديه مثال ديه المكان حتى ديه حط نوعه لو شوفنا مده اللي دا ايه زي افيت الضمية واحد واشر عشان باقي نشوف الاوبشيرز الارض اختلفة الارضة اولا فيه 4 فتحات زي بالضبط للفتحات الاتنين اللي كانوا مورينات وكانان فيه مفترجة ديه دي بقى ده فتحة بس فتحة كبيرة يعني فانين دول 4 زبانين ديه بحجم الاربع ديه طب ايه ده ركب فيها كابتة ايه؟ كبيرة ايه؟ عشان كده بس كروت هنا ديه مش هدين؟ بس مش مختلفة ديه كتير لو بسيت على دي اوكي ما اردو لك الكهربا ايه مش هدين فتحة او بسيت على ديه كده كمان؟ فتحة كبيرة او كده بسيببك وخد بينا حتة صغيرة خالص لها فتحة ايه؟ ايه سمت كمان؟ او بسيت على ديه كده برضو خد حتة صغيرة وزودتك مكان لان انت تزود يعني اعجب ايه فتحة عمل ايه؟ او 6 فتحات صغيرة 6 كروت ايه صغيرة دي بقولنا الـ options كتير جدا يعني فيه واحدة 16 فتحة سويتش يعني انا كنت جوه سويتش كام 16 فتحة ممكن تراجع ديه اللي هي 4 إيه سمت 4 إيه سمت بتوع راوتر طبعا دي الصغيرة اللي عليها مش تلكمانة دي الـ سيربيا دي بابتصغيرة ملي راوتر مليش على سويتش مليش تباهم عليها من السويتشات لا موال الراوتر اولي معطول اقل بسويتش اوكي؟ طب اللي كان بقى سويتش قالي الراوتر دايما في السعر اقل بسويتش فانا بس باشتنع ان انا مش عدال في مكان صغير اوي فمش بحكي ان الراوتر واحد اقل بسويتش واحد سيسكو قولك لما تشتغل الراوتر دايما اشتغل كارتة ديات يبقى ارخاص لك ولكنك تشتغل الراوتر وسويتش يعني دي كده فاهم؟ ارخاص لدي انا اشتغل الراوتر وسويتش لكن بأكيد السويتش راحت ايضا لما ده اخر 16 فرق السويتش عن نساسك في 24 في 48 فيه غاية ألف بورت في سويتشات عن نساسك توصل غاية ألف فرحة حسب ان تحت ايضات احتياجات احتياجات ايضا وقعني اتكلم عني تاني برضا احنا زي ما تشعرنا كتابنا كده موديدات السويتشات ودخلنا على سويتشات خلال راوترات دخلنا عسيسكو قديدات الشرق ايه مشتغل راوتر فيه شرطر تاني قدام بس موديدتو ان شاء الله هنخرش برضا على موقع اتعسيسكو داني ودخلين بقى برضا برضا يشتري السويتش ما فهيبك انا روان مختلفة وكل واحد يوزفته انت استخدم ده وانت استخدم اتبع؟ ايه بسرية المقاملين عنيه جدا ان بقى ايه بدون زيادة ان بقى ايه بقى ايه بقى يستخدم وراء؟ كلهم بدون كده ايه حتى اليد اهو انشاء الله بس الفتحة ده افصل احدى سحاجة اللي وفيتهم بيحضرشان انشاء الله فتحة كبيرة طبعا بقى فيه بس اربعة فتحات ايه صغيرة ممكن يبكبوا عنها يبقى ايه بسا اللي فيه اللي يسولدهم هم اللي هم مكانة انا براكب فيهم ايه من الهاي سبيد ويكليات اللي اقولك عليها الانشويت ممكن ركبها هنا اقوله الوكل عليها ايه تاني مقابلة عندنا في المرابعة ده بقولك ده اسبه او AIM ايه ادفانس موديول ده حاجة ادفانس بتعمل ايه يعني البروسيسور بتاعي اللي هو شفين ده ده البروسيسور فالبروسيسور مكلياته لايف بقولك لو انت عايز شغل رابطه ده زي بقول اسسكو هتشغله كزا حاجة من ده منو شوق تشغله سيكيورتي فاكتر حاجة متعبه في سيكيورتي زي ما هناللزم علي كده ان شاء الله هو انكريبشن او التشفير ايه نسي في انكريبشن هدى كده انترسوا بالتفصيل او اكتر شوية قدام لكن انكريبشن وتشفير مدع جدا فلما كنت الكارتة دي هتاخد ايه ايه الحامل بتاع انكريبشن تخليش البروسيسور نفسه لها من الكريبشن انا اللي هعمل ايه واضح؟ فالكارتة بس هتقولي ايه ركبة من برا لا يجون يعني ده في موديلات كتراجبة فيها الكارتة دي وفي موديل ممكن تشتريها من غير الكارتة دي ايه الجزء من البصر بونت ايه ما تشاهده واضح؟ ده البروسيسور ده الامن فيها بتحكة الصورة دي ودي الرام امان؟ جيبلك الرام بس هي تلقى بتكتها ديت او الواحدة من هم الصورة دي واضح؟ يبقى دي ايه؟ مجدداش فيهم حاجة دي للموضوع الفتحات والموضوع اللي اعتبروا دات لان الرام والامن دي رام عارفينهم والمتروسيسور اللي كانت طبيعا مهاش لازم قوي مروحها كان هتا نستفدنا بها موضوع الفتحات دي دي ايه ابن اوطر بتاعنا وده ال 1141 تاني وجدنا بقى ايه؟ اماكن اللي موجودة وراء كل واحدة بقى بتاع ايه؟ اللي فوق دول فيه ثلاث اماكن زي ما تشافين دول اماكن وهتقولي اللي موجودة لأ في الديدة زي قولة اوطر يعني محسنة مقبولة بالنسبة لده والفاكرة هيدا افتاعي فهو في غريبة شوية اك ممكن تاخد واحدة من الدول وبقى اطلعت دولة تلاتة ساعة؟ بس ممكن تشغل واحدة منهم بانك تراكد فيها كتة واحدة او ممكن تاخد اتنين بعد بعض من الدول وتراكد كتة جميلة شوية يعني مص كده هذه افتاعي احد اربعين باعث حتى هنا هو سالين اللي في مص سعا؟ يعني انا ممكن اناكب دي ايه اطف البال اول عشان ما يقوليش مسالة انا دي كنتة صغيرة سعا؟ ممكن تاخد ايه انا كده كنتة صغيرة لكن تشافين دي انا ممكن اضب دي على الاتنين دول يعني كده و لكن كنتة جميلة شوية يعني الفتحة دي انت عادة كده فتحة دي اه بس الفتحة واحدة بينهم ممكن توسع شوية او تاخد ايه حاجة اضافية واضح؟ فده في الاخر فتحاته خلاص يعني في الاخر في فتحات موجودة شكلهم تلاتة اضحات ميم واحدة كبيرة وعادة زغرات مش تفكر كلها فتحات اضافية فيها كاملة ايه الوان انترفيس كان بحاجة اساسية الانين اللي داحت السوارين دول اللي فيهم زرار كده خلوهم يطلقوا زي البيبوري كارد عندك دول اللي هما ايه الفلاش اللي هو انت قولك او الفلاش المضبوط اللي هو طبيعا بيمتسمت لخمسين ميليا لكن ممكن تلكل فيه كارد تلغاية كام اربعة جيلة وتشوف زي مدرها بندوسوا روح كده تلعلك وتقدر تمسكها في ايديك زي ما هنعمل المرة جاية هنا الجزء اللي كله بالنون بازل عدا في الحياة هو الـ لو شوالح شوية تعالوا نشوفوا هنا الجزء اللي بالنون بازل عدا اللي هاتولي هو ليه جزء هو مش فتحة كونسول واحدة؟ لا في المدلات الجميلة هاتول عزل فيه فتحيتين كونسول عزل فيه فتحيتين كونسول فتحة كونسول عدية اللي انتشوفت بكده ولا اكنا وانتالكم وغيبت الكابل ووصلتوا بالسويتش ايه نفس الفتحة بالسويتش بالزبط والفتحة التانية لو بصلتها اكتش فيها فتحة صغيرة جدا يو اس بي تباهم؟ اللي هو شبه بتاع الموبايل يعني يو اس بي بتاعها شبه هاي يا تباهم حياة بتعفيلي اللي هي تشفيح فتحة بيه الموبايل هي الصغيرة ديت اوكي ده هو ده نفس الفتحة بالزبط اللي بتخش فيه تباهم تاع الموبايل كده بتاع الموبايل نزبط اهو يعني بتاع سماعة فيها بتاع تسمعة الهيليو اس بي اللي مش حربين فتحة ايه الصغيرة خلاص بي بتاعك يونطف التاني بتاع بيبهين يوسيجرسبي لو قال لا يعني ايه؟ يعني دخل ده في الهوتر والدخل ده فيه؟ في اليو اس بي عنده في الهوتر شوفتها اياه فو كده طبعا مش اصاري اصاري او احنا نجيب واحد اطول شوية وفتاع الجهاز اصلا بيجبتها سيسكو او بوك تشتغل سيسكو كاملة اطول شوية ده بيخش في الهوتر والتاني بيخش فرح في اليو اس بي عنده وخلاص وتشغل بلنامك باطي وبتشتغل طبعا فاكيه التاني قصة كبيرة التاني كنت عملت ايه انا عشان اشتغل المرة فادي الحق تاجر كان فيه كابل اللي هو اسمه الرولوبر ده هو كابل الكونسول اللي هو الرولو الاباني وده كابل بيخش فتحة بفتحة الكونسول والتاني فتحة غريبة تخينة كده بلناميهاش عالي في اللابتور صح؟ محتاجة الكونفيرتر محاول موصله ومعين موصله باليو اس بيه صح؟ طب ما دي اريحة كتبه بس في الموديلات الجديدة الموديل بتاعي طبعا انا كنت عملت كده فاديش الـ 1841 احناش هنشتغل عليك مفهوش الـ 1800 مفهوش التسعميات بس الفيلم الفيلم الفتحة دي فتحة الصغيرة هي الخاصة ودي فتحة الكونسولة دي بلناميه موض لكن لو بيكتلك الموديلة دي زي الـ 1841 ووصف عليك اختيار في فتحة واحدة منهم نزرق بها دي منهم نزرق بكده فا اذا في الموديلات الجديدة في فتحتين ايه عشان يبقى في دايما لو انت نفسك شغال بالكامل الكونسول قديم وعندك اجازة تشتغل بها واني انت مضبط نفسك على كامل الكونسول قديم لان الكامل الجديدة عطاه لبسيسكو ومتنزلوش لواحد او لازم انت تدفعه الفلوز يعني وسيسكو الحاجة الكاملات بتاعينا غالية يعني انه ممكن انت تجيب كامل زي ما طويل يعني حتى من ريديو شاكت ايه مثلا ايه بيت جنيه تبال ايه حاجة غالية لا كامل ميجر ايه ايه بس التعسيسهم كتر ايه بخمسين دوارة بس ايه الاسعام ده اتر ماليش فعجل ان كده في توبشت انت شوف اللي رياحك ايه و اللي انت شغل بيه طبعا اللي بعد كده الفتحات اللي من اللون اصفر عند سيسكو بتبقى دايما ايه صدد دايما ايه فتحة من اللون اصفر ايه من اللون اصفر او اللابني الخفيف دي فتحة الكونسول اللي باللون اصفر دي بتبقى فتحة الاسعام وطبعا ايه مش بيانين هنا اقول لكم بردو هنا في الرسمة اهو شايفين اتنين دول دول اتنين ايه ايه صدد دول اصفر واحدة غيره واحدة هاي ايه كانت جايب بسويتش هاراته بالزبط ده انا هو بيوصل باللاب يعني دول اللاب انتو في اسم او او اتنين لاب بالزبط فده الموديلة ده فانيبالك ليه لانا انت لو ديبت الموديلة اعلى شوية تعال ايه ايه مفتري وغالي فتلاحز في تلت فتحات باللون اصفر فيه كان فتحة لو انا بصم تلاتة ايه او ثلاث ايه سويتشات في اللافسة مبنى نفسها اه في اللافسة مبنى نفسها فالفتحات ديات في كل التسعوميات اللي باللون اصفر دول جيجا مبنى صارت لو اصفر عدتهم كان واحد جيجا لو راجعنا وارش رايات الـ 800 اله في 840 زي اللي همشتغر ايه اللي احضر في فتحة الاسفر وحو فاصلي صانيات الوه كان مبيه مش الجي جابهتي صانيات الوه ايه باعف طبعا نبدول اللي هما مليون اللي هي الاصفر اه في فتحة اسمها الاوكس او الاوكس او الاوكسيري اه بتبقى موجودة عندنا زي قولنا دي حاجة قديمة جيتنا اذا كنا بنتحكم في الراوتر زي بان خلص انترين مودم انترين انا اتصم برقب تريفون والراوتر يومت علي فكنا بنوصل لفتحة الاوكسيري دي بنتوصلها في جهاز اسفول مودم تماما عشان تتحكم في الراوتر بتاعك عبدالي خطو تريفون لا خطو تريفون مش ترين فطبعا مراشي اقلازم محطوش يعني بيسترين بالوقتين بقى سيسكول لس حطها لي عشان اللي هبحتك لها اخر حاجة اطلع زي فتحة 2 يو اس بي موجودين حاجة اسمها يو اس بي زيرو و يو اس بي واحد دول اقدر احط فيهم بفلاش درايف يو اس بي فلاشة كده بس بزيالة فلاشة بتاعتك مثلا هنا زي بنتهالي ماجد تيت ما؟ لازم فلاشة معينة لازم فلاشة معينة بتاعت سيسكول مفروض يعني استعدى من قد نحط فلاشة تاعتك دي هدفها ايه للتخزين يعني بقى حط فيها الفلاشة ديها عشان خطر نعمل ايه قدقل الملفات بتاعته مثلا اقرب النابينها ملفات او اقربينها ملفات دي الفجرة يعني مش معين عمضه بقى حطها اقلت اه فلاشة بقى نحط عليها ونحط عليها تنفجرات ونحط عليها شوية حالات خاصة بيها فعشان كده اقليّ غرتي يو اس بيها وانيي حدى موجودة في الموترات العتيمة يعني لو يعني ايه لو جبتنا الراوسط التوقيع الضربين اللتي اقليين يعني VI-ZOO فيها تلاشة في فتحة wcb Important Ok اللي في التوقيع 11 مسلا تلاشة في فتحتي معنزة unmcut امشي مكونات بتاعته ايه فالفتحات المختلفة اللي ايه موجودة عندنا في ال ابن ارعبط بوطع طبعا بيفكرك هنا بالمانجمت بوركس اند انترفيسز تاني الانتين دول هما بتوع الكونسول تمام وهذا دول هما بنلاك فيه ونفكرتان متعينة انه بس كل واحد يوم بتاوريد اللي كلمت عليهم دي زي موضة بنلاك فيها كارتة سيريال ولما بتوصلها بتلاك بتاخد رقم كده زي سيريال زيريال 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 واحد يعني مثلا لو انا كده في الفتحات اللي موجودة اللي هي الاكس اللي عليها بتتوصل من موضة اللي هي المفقولة اوصل بيع كابل ايه جاي جابل ايسرانيت زيرو سلاش زيرو جابل ايسرانيت زيرو سلاش كام واحد اللي فتحت اللي لو صمت علينا ورقام بتاعتهم بدي زيرو سلاش زيرو سلاش واحد اه ايهート اللي تاع تقول سيريال زيرو 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 سلاش واحد همال؟ حسب اليو�장 أديوقات بتاعتك لما تيجي تركب الكابت اللي هي السرية bildung ممكن لقى رقمه مختلفة لقى بكى بس أقبة بس مكتبن بسألة بس بس أقبة ممساعة بدي سيريال زيرو 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 نفس الكلام في ليسا لت عفكرة مش نازم ليسا لت تبقى 0-0 ممكن تلاقي ليسا لت 0-0-0 او 0-1-0 او 1-0-1 يعني مش اتفني معانا في حاجة ده مجرد طريق ترقيب موجود عندنا طب بلدات من ايه؟ شباب الله عايز تفهم السريع اللي تفقق بسيب ايه؟ مثلا وجاكبنا في الراوطة الداوات بصراكبت في واحدة ايه او واحدة ايه خلينا شليب لي هنا كده او كده انا بيكب لي كده في اربع فتحات ان انا ركب فيهم ايه سريعه اول واحدة بتبقى 0 وبعدين 1 وبعدين 1 وبعدين 3 تعالى نشوف كده او شغلته on و ايه انا نقفلته 11 جيت اوصل بي كده وستطيقى سريعه ايه؟ 0-كلامة-0 يبقى اذا لو وصلت في اول فتحة ان اهو دي هتبقى سريعه 0-0-0-0-0-1 تاني واحدة 0-1-0-0-1-0-0-2-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-0-3-1 مواضع الفكرة؟ مش لازم تحمس كده انا نتصورك حانا انا وشلت الكارتة هنا اوكي او مشغل برضو لازم تطفيل وانطور اهو وشل في الكارتة كده همان؟ ورجع تاني بس فتحة هانية دي مثلا وستطيقنا فيها مشغل ممكن تجلب ونشوف تاني او دي 7-0-0-0 فايزا في الاخر نترطيل مش هيفر بالنسبال ان كل راوتر وكل الموديل هيتختلف هو ايه بها الكافيه الظبط وان بلو بلو تحت الواجب نعم وكل فتحات ساعة كل كلو دي انا كافيه بلوان ايه وان انترفيس كارل او ايه الواجب واضع فطبع دي فتحات الايه الاثرنت اللي هما باللون اللي هي المصر طبعا تعالى بيسألنا كده على بعض الحاجات بيقولك الاني حاجات دول بتوصل الراوتر انا شركة خارجية وغالبا انا بمسافه بعيده هلا الان انترفيس وولا الاكسبولت وولا الال انترفيس وولا تانيت و الاساسس انتش وولا كونسول تورت وانوام والحديد A way to remove the access to CLI across a network interface طريقة ان انا Access CLI بس عن بعض اعمل الشرق يبال ان هو ايه 10-net او السنسل بكده Connect computer switches and routers for internal metal يعني بتوصل اجازي computer او switchات او routerات تانية بس الاخرية يبال ان هيه يبال ان هيه ال land interface فتحي ال land A local port ممكن تستخدم يوس فيه او تستخدم serial connection عشان امانج بيها يبال ان هيه ممكن تستخدم الاديم اللي هو سريع اللي هو اللبن العادي او ممكن استخدم كامل اخيان بس ان هيه ببعض الادارة بس ان استخدم خط يبال ان هي بتاع مدينة اللي اسمها ايه ال box ال A و X او ال A والا ترون تشك اطلع ترون من اوكي هم ان نفتخ الموضوع ترون نتخي في مركزة موديولز فور كونكتيمتي ايه الموديولز؟ موديولز اله بتركب كارتات اله بتركب الرشقات المتوصل وبعدين عشيه اله الموصل ايه زي ما اترافيين طبعا دي رسمة جميلة ديه ده بسه كش اي حد متوصل ايه باي حد قدعاني مش معاين جلب او بايه مش تاخد حاجه هني يقول لك ده دوس على الızتي راوتر دوس على الـزو مال كده وشوف الــزو مال نفسه اهو ادي الـيست راوتر ايه الـزو مال اه طبعا ايه بتراكب فيه كارت او لا بتراكب فيه كارت ايه صح انا مفروض دي فالحصول ده زي دي لكن ايه بتراكب فيه كارتة ايه وان وطبعا فيه نير باللون هو ماسفل اللي هو باشديني الجيجابات ايه وطبعا التيني الكونسول والاكزيلاري واليو اس بي زي ما احنا شفناهم تعال نشوف واست اه لا واست مفروش سيء صح واست فالي مفروش ايه وان لكن طبعا بايت الفتحات ايه هاي يمين بعد كدا بيقولوا الا ايدنتفاي linogene interfaces عقليبا اولا نك galleries على الروت ال E instances وقول له show ip interface free هاهول أوعسافيك الكم حدنا نخوش الكلاه على ال E st clr dyklar نو سانتر وكي هكت اسم هه صح عن كله ينعبو. مفيش ذا يزا السويش مثلا. وهو انا شو اي بي انترفيس بريف. فكينو كان بيطالنا جدو الكبير كده من انترفيس الموجودة السويش كان ماشاء الله في سنت عشرين انترفيس. لا اعلم الله ابصر بكتير. مفيش جدو الكبير. لكن في كم? الي واحد. الي اتنين. الي ثلاثة. الي اربع. الي خمس. خمسة بس الموجودة. قمت? هاي. اول واحدة هي جيجابات اسالات 0-0. دي لاب بتاعتنا. وليتاني واحدة 0-1. دي لاب باندو. 0-0-0 دي لابتاعت ايه الوان. 2-وان اللي هم راجبين في الكاتف. مبال ايه دي? دي لاب واحد. في كلمة كانت موجودة عندنا في سويش. قمتنا بي دي تخيلية. دي مش فتحة ما فيش فتحة اسمها في دي الواحد. دي انترفيس ايه? تخيلية. طيب دبيل جدا. بعد كلام بيقول لك بعد ما شوفنا شو هايزين انترفيس بريف. بقولك طبعا شوف رقابة الانترفيس ازا بموجودة. وخليه فتحة الانترفيس الخيالية. عشكاة انت مش شفتهاش. بحاجة بقولك شو انترفيس جيجابات اسالات 0-0. ايه بقى او مردين على فكرة او بقى راخده. شو بس بدل انترفيس. بدل اي بي انترفيس بريف. بقولو شو انترفيس. ومعنين مكتبت. جيجابات اسالات 0-0. دا بيطلعني معلومات يا جماعة عدد الترفيز دي لزاك. انا ما ندوس الانتر كده. نوه. نتخلط. يا خد راجلت. لسه في مور كمان. ندوس مسافة. ايه كل الاول كتراريب اللي طبع دا مطلعش. مش عليك لسه خفص. بس هنا دي معلومات ملدها خاصة مين بالنجاجابات اسالات 0-0. وحابة حابة خلال الملحك هنفهم اكتر واكتر ايه اللي طالع هين. بس هو يسألك فين الباندويتس اللي موجود هنا على هزي الانترفيس حاليا. وده المسكامل دي دا بلي ايه. الباندويتس طبعا لو حاولت دراجل ايطلع كام. مليون كيلو بيت. اه. هو الالف كيلو انه هو ميجا. مليون انه هو ايه. مش دا كانت صح. ايه تاني. عايزوا بنيراد. شو انترفيس سيريال 0-0-0. وعايزك تشوف برد من الباندويتس عليها. بنافس الامر. فيه الامر الجديد دا بنكراره جاني شو انترفيس سيريال. تمام. سيريال هو اكمل اول واحده. 0-0-0-0-0-0-0. باندو الحفلة كبيرة من طرف انها مش فهمين بلا حاجة. بس ندور على كلمة ايه باندويتس. اه. بص الباندويتس. من فوق كان كام مليون كيلو. سعب. بص دي كام. الف و خرسونين كيلو. 1540 بالزرطة ايه. طب يعني ايه بفوق دا كان واحد ديجا او الف ميجا. دا هين عبارة عن ميجاوز. تبقى؟ دا سرعة بتاعت الواق. مش قول انه واحدة مفعلة في فرج دي. ميجاوز بس. يميه جدا. فهم تاني. اوكي. دلوقتي ما بيقول لك ايه بتفهم بجي. تقول لك بص دلوقتي هل. تقدر تزاود دي على الايستراوتر. والسوجات تقدر تزاود على ايه. ايه. فدرجة ايها كده. الايستراوتر للوقتي دا روحنا على الفيزيكات. اقدر تزاود عليها ايه. اه. فيش مكان ببليه. كانت واحدة. صح. اه. اه. اوليدي مملكة باللحظة. فانا مقضاش ازاود بلحظة. طب تعالى جب السويتشان 2 و 3 دول. اه. بسويتش 2. اه. شايفين. اه دا نزاود فيه اوه لا. اه. فيه مكان فتحات انه را ازاود فيه. سويتش 2. سويتش 3. اه دا نزاود. واحد دي ثلاث اطبع. طبعا لو بسلت هنا على السويتش. الفتحات اللي قطر تزاودها في السويتش. عادينا هتختار الجنسية في الحالة العملية. بتغوضها من الوقت فايرر. وانا تهلكم انا فاكينا بطلع اعطيكم فتح الفايرر من السويتش الكبير. من قبل ان تشاءل بتضحط. اوكي. اعايزنا نعمل ايه بقى معا كده. انا فحصناهم خلاص. عايزين ما نشوف امي موديول يوصلنا. يعني عايتنا نوصل الى استاذ است داوت. وانا تشوف انت محتاج ايه. عايز خاطر توصل. عايز توصل. واحد ومنين وثلات توصلهم بالاست راوتر. بط يو نت هفزة نسيسيلي فايرر سويتش. اه اه يعني ايه. يعني است راوتر هيا. هلين بقى ايه. اوكي. دا است راوتر. عايز توصل بواحد ومنين وثلات. توصلهم بي عضل. بس مفيش سويتش. بتاع بيه. اتكافنا. انها بتبقي. اتكافنا كده. خلينا نطفل كعربة الاول. اتعافنا لأ. انا في كارتة هنا بتاع تسويتش. انا تشوف. بس مكتوب. اللي انا ورد. مش يدي العيزة. اه بص دي. اربعة سويتشينج بوت. حلو قوي. بقى عندك سويتش كام صغير اربعة بوت. واقدر دلوقتي. اجيب كم من الـ بقى عالف. اللي انا وصل بسويتش كده. انا وصل بسويتش اللي بوا الرفض. فعلا انا وصل فاصلي سميت ثانية. بص طلع لنا فجوه ازاك. فاصلي سميت زينو سناش واحد سناش زينو. بص طلع لكم مني مطاقه ارطان. ده راوتر دام دل كم؟ اه مديل كام الراوتر. لا الف سمية احد اربعين. كامل تاني. اوكي فاصلي سميت هنا. بفاصلي سميت هنا. كامل تالت فاصلي سميت هنا. بفاصلي سميت هنا. ونسا معك واحدة زينو. حلو كده. في محاقات اللي هو ايه كان عايزو كدني. وبالتالي ممكن هنا بيقول لك بدلا بوصلهم باستخدام معنا ببعض. سويتش 2 بيقول لك. عايزين نعمل جيجابيت اوبتكال كوننكشن لسويتش 3. يعني مستاذ سويتش 2 داول. عايزين نوصلهم لسويتش 3. اوبتكال. نوع اوبتكال فايبر. اه. انا افتعت سويتش 2. ومستد فيه كده. شميت؟ دا ايه 3 دا ايه 3 ما انا عندي لدي فايبر. اه. لاب. مش دا فايبر موجود. سويتش 2 موجود فيه. سويتش 3D فايبر. دي فايبر. امام؟ يبقى اذا ما ارموه بيسا نعيه. ويتش متول كان ينسر لبعض ايه كده. او اوبتكال. لو مرم كده كانت الفايبر هنا. ودوس كده. اه. عرفت بعدين. يعني فتح الموجودة فايبر فاستي سميت. اه. ايه مش كده او عايزة جيجل. عايزة وصلها بصورة كام جيجل. رأل في لها كارتة جيجل موجودة. تعال تشوف. هنعمل هنا. دا رغم زي. وانا مختبط يقول لك تحتها. دا سانجل. ايه. بتوصل. دي انا عملينا هنا. دي. اوكي. ايه. ايه. اه. دي ايه. بس دي الحاس. او دي. 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 اه. دي. ازاي. تاني اللي هو دينا في نطفي. طفيته. حالو جدا. دفنا واحدة هنا كده بهذا الشكل. وبعدين شعرات تاني. والوقتي. بقى لو دست هنا. اه. بس طبعا. بقى. ايه. 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 تاني. ودلوقتي دلوقتي 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 اتركب حاجة اتركب حاجة اتركبنا نوازل من بطا وفاة اتركبنا هذا الكلام. ودخل ان انت محتاج بسويتش 2 و سويتش 3 قريدي عملناه. اعمل بقى شواء انت دلوقتي وشوف انت محتاج ايه. يعني لو نروحنا في دلوقتي طبعا. لحظة الانترفيس انتهايات خالص. كانت طالع دلوقتي 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 شوف اي بي. انترفيس بري. بتير اوي. الاربع دول كانوا مواملين قبل جدا في الاول. وكان في واحدة داخلتة خاملية. بس ذات اي ازاي وانشافيه الاربع دول. الاربع دول. فعلا دول ايه الحقيقي اللي حصل بالنسباتنا بس اعمل احنا ايه. الوستر اوطان برضو محتاج سريل. تقول لك الوست هنا محتاج مدفلو كافة سريل. لو فاكين من اول وانشافيه وانشافيه حاجة فعلا. فاهم طفيه. وانا كامل واحدة سريل وانشافيه وانشافيه تاني. ازور من كده ايه. احنا ارابنا خلاص. فاضلا احنا بس نوصل. نوصل ايه ببعضيه. هتوصل ايه. اوكي. عايد من نوصل. قم ايه واحدة واحد. استوست الاول ساعة. سا كينيه التى اللي هو ببعن الخاطين سريل دي سيو. سريل بي تي. انا افريشك مش تهمين اصلا الفان اي واحد مروشها لات. او دوس لده. اختارت هنا سريل. او دوس لها اختارت سريل. هيشتغل والله. هيشتغل. اي كان فيه ومش هيفرق. اه بعدين هنا الانهيزة اللي انا عايزة توصل بالسويتشات. طيب الانهيزة عايزة تفاصل سامت. توصل بالفاصل سامت. بس هو مش اقل لنا اه كان هدونا هنا كهربة في حي. طيب يعني احنا 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 اجهزة ايه. اه. في واحد ادنين وثلاثة وباعة خمسة وستة. خلاص واحد ادنين اتوصلوا اه طاعة نشوف اربعة وخمسة وستة. اربعة وخمسة وستة افور裡面 وصلوا بالسويتش وحد. طعنهم هتوصلوا بالسويتش دا ولكف الراجعة عاني جدا. ساعة. فهموصلوه يفتح لها مش تفريد. بعدين سويتش عيني فيه فتحين كتير قوي. مبودي فهموصلوه كده. حيلو جدا. طب سويتش دا وقت اتواصم بال 여기� manera حتواصلوا بين? اه تعالا نشوف اتواصلوا بالايزة لها اتواصلوا باليست من فتح ليه جيكابيت في كانو الشو واحد دا. هتواصلوا جيكابيت لسامت هنا باليست هنا بجيكابيز جاملية جدا بعد كده السويتشات التانية الاجهزة خمسة هيتوصل بسويتش واحد بسويتش واحد خمسة وسويتش احنا قصر حالما سبع كده ليس عادة سبع او نبال يا بتنس هتوصلوا بسويتش التانية انا وصلت ضغط هشيره ده بقتي بس نوصل ده الاول نوصل ده كده برده ومع ذلك بشيله كده تضره بالبعوس لا هلو شيله كده من اكسر ومع ذلك هنا كده ووصله بعده كده تحيله ليبنا فمن بعد كده السويتش اتوصله وبنت احنا بالكابل فايبر سويتش اربع وسويتش تانية دول عايزوا بيتوصلوا بالكابل كروس بالقرص في الربطة منهيبت منكيبش ورمكي هرزا للسوش ليس الخاتش ايه او الجسه اه 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 بس كده في الاول اه الباشا هده وانا كده الباشا هده كونتا بسليني لسه لسه طيب انتكلم اعمل ايه البوتنج ايه البوتنج ديت اللي هو البوتا اللي هو ازاي اللي بنقطع عندنا بيتحمله ايه اللي بيحصل بالظبط في خلال عملية التحميل فقالك حواليا حاكتين اساسيتين لازم تفكر فيهم بزي اللي بيحصل في الودز بالظبط ان الوبوليكسيستم نفسه لازم يتحمل من الهارتسك ويتحط في الرب كده كده مابل واني كمان بعد كده الكونفجريشن من هنا لازم يتحمل بسمائش من الهارتسك مش مابل الحيطة لسمائل ايه الهيراب يتحمل ويتحط فيه يبقى بحمل الوبوليكسيستم ومبالوب ايه عشان يعمل عملية البوت احنا تشوفه اول خطوة تمام والتاني خطوة في الحالة الناس بيتامه فين في الرابط اول خطوة بيقولك بعمل البوست ان هو ايه ايه دي اول خطوة بتحصي بتاكن ان كل حاجة تمامة تمجينها لديها تاني خطوة اني بحمل البوت مين البوتستراب ده ده اللي بيحمل ده اللي بيقوم بعملية ايه اسمه bootstrap ده اللي بيعمل عملية الايه؟ البوت فإذاً ده وده برنامجين زي ما أنا قوليه جداً انت لا اول واحد بيشتغل اصلاً اول واحد بيتمسل الكهرباء كده دوس run bar لأول حاجة بيحصل في الراس بوسط كله تمام؟ اخش على الbootstrap احمل bootstrap من الراس احطه في الراس ونفذه برنامج بيشتغل بيتنفذ طيب بعد التنفذ بوستراب هو اللي بيكامل بقى بقيت الخطوات الجاية دي بيعملين بقيت السلام بيقولك بيضور على الراوبراتيك سيستم وبيحمل طب بيدور عليه فين وفي الراوبراتيك سيستم تخزن فين؟ الراحة الراحة بالضبط نهار بس كده اللي هو اسمه هي الفلاش فبدور عليه فين؟ في الفلاش بس وبوب كين بلاقهوش في الفلاش الراحة بربما عارضوا مش هتبع ليبين ده مش اولاوبيك سيستم؟ في اللام الداحاني وخصوصا بقين ليحصلي لسالي؟ قالك فيه اوبشن تاني في الحياة ما شفته في جامعة سكنرية عندنا واحد ما بدأوا امتبط عنده الفلاش تفعله بوزد الفلاش اللي بتطلع امتبشه ديه طريبا ما كنته لو بيطلعون تكالوها بالعام و بيه رح يتبوزد طب ايه الحال؟ طب تجيبه على نتساسكو مفيش مزلائب مفيش مزلائب نجيبه على تاني منتساسكو طبعا ايه؟ فهمين لو جيبته احنا تاني منتساسكو قادر اشغل افليك سيستن تاني اخش على انه هو يعني ليه حال؟ ليه اقارشنا من حاجة هتشوفها لكن مفيش اعصى فلاش ميبر ام اعمل ايه ساعت؟ كده ام اطره خلاص مرش وحكي يعني هلط ركوبه كده و مش عايفتش اجعله اقالك لا ممكن لو ضاعك منك الفلاش ميبر ديه احساسكو قفلت قولك ده حال محطط نصبه هلكش اجعلو كده فلاش اقالك هقدر احمل الوبريديك سيستن بتاعي بده من الفلاش من حاجة اسمها تي اف تي بي سيرفر ده سيرفر؟ تمام؟ مش عازم سيرفر كبير اي جهاز من حقيقة نازل عني سوفت وير سيرفر اسمه تي اف تي بي سيرفر اسمه ايه؟ تي اف تي بي سيرفر ده عبارة سوفت وير مخصوص لنقل الملفات سوفت وير مخصوص بتاع ايه؟ بموتوكول مخصوص هنشوفوه معجلة بتاع نقل الملفات اذا لما البود سترامل اذا لو ملقاش فيه فلاش ميموري اصلا او لان فلاش ميموري فاضي يا فلاش ميموري اصلا قالك ممكن اروح ادور على ميموري اصلا واجيبه من حاجة اسمها تي اف تي بي سيرفر طب ازاي وين الخطوات وبيعرفوا وفين من ايه؟ والكلام ده كله مش عاليه بس لازم يكون موجود معي؟ في نفس الشمكة اه بس سيرفر بس يعني هما كانوا يجيبين جهاز بنت ينفور قليل جدا وحطين عليه هزم كمان بسا اه فاميلي ايه بيحصل بدلا بتحمل الوبراج سيستم بتاعك من الفلاشة دي جاء جوا الراطر بس روك تجيب الوبراج سيستم اللي لاك وتحمله طبع تقبطع بكتير جدا فاميلي ايه انت هتردت تجيبه بالجهاز تاني وتحمله لغازم يتخزن عليك طبع تنقله الاول عبر الشركات وهيتام بعد بتقله في شركة قط تحمله في الراحة طبعا بطيب طبعا بس احسن احسن الفلاش دي كان في فاس احسن اه بيتوصل يكون معاية في نفس الشركة احد فتحات اللال بقولها عندي بيتوصل فيها سويتش بيتوصل يشان معين اعملتها عشان اه خصة بقى واحدة حشان الفاضل يشتغل بيتوصل دي مش كارسة اللي بقولها كان ايه دي واقع ايه واقع انا بابيش اصلا فلاش بالو يا دي بري عمل فرمات فلاشة لا اطفك فرمات فلاش ده فلاش يسا مهود فلاش مهود بالظبط فالكاميري معنى ان انا عايز اصلح كارسة فالكالسة في فلاش انتبسح انا عمل ايه في الكهاز سليم؟ هرجي عملتك فلاش اسمع الفلاش اصلا ببقى العادة انا عمدينك في الكارسة اه طيب ميزة شوفت اول خطوة تاني اللي هو بعمل على ال post وال load فاتأكد ان الجهاز سليم وبعمل كده لو الجهاز سليم بخش على خطأ لو جهاز سليم خلاق مش هكملش stop خلاص لكن لو جهاز سليم هكمل على ال bootstrap اللي هو البرنامج الاساسي ان هيكون ببقية الخطوة ال bootstrap بيعمل ايه في الخطوة؟ التال ده بيحمل ايه في الخطوة؟ بيدبر علين اول و بعدين بيحمل مفروض الطبيعي ان هو هي لايه فيه في الفلاش سيب ابدأ بالسيرفر ومش سيرفر والكلام الغريب ده خلينا في الطبيعي ان هو هي لايه فيه في الخطوة؟ هي لايه في الخطوة؟ هيبدأ يخطر حميله كله يحطه فيه في الخطوة طب لقى وحميله خلاص بقته نفس البرنامج اللي هو ال bootstrap يبدأ يدوى ويحمل الconfiguration فائل الروباديك سيستم جميل وكل حاجة بسنا محتاج configuration في اوامل التنظام بطالي فبيدوى الconfiguration فائل اللي هو اسمه الstartup في الconfiguration فائل بيدوى عليه فيه في المكان المفروض متخزن فيه اسمه ايه قلناه الMVRAM فبيدوى عليه فيه في الMVRAM لو ملايهوش في الMVRAM ان برضو اقدر روح يجيب الconfiguration ده من ايه؟ من TFTP7 برضو اقدر روح يجيب الconfiguration من TFTP7 ملابس الفكرة الغريبة ديه ده لو مفيش configuration موجود ده اقدر روح تجيبه من ايه؟ من جهاز بار او تخشش على الconsole لو زي ما بجيب الووتر جديد يعني انا ايه ده ليش شمكة بتاعتي لو بجيب اي الووتر جديد في الدول الكلام اصلاك زي دوت وتفتحه فكل المسالة تطمع في الاول ديه ايه؟ انا اعملوا مدخلش وانا اصلاك فوزوا الدول الساعة انا بيدخلها لا اعمل يسعل سواء عايز configuration دا continue with yes وانا رو yes وانا رازل تديله جاب لو قلتلو yes هيدخلت في حاجة اسمار setup boot ايه setup boot ده؟ لو قلتلو يسعل حرارك اسئلة وبناء على ايه هو ايام الconfiguration يعني قلتلو يسعل ايه؟ لو قلتل عايز اسم دقاطة ايه؟ اقول له مثلا over 1 دو سابتي عايز ال name و secret A اقول له مسلا clause clause طبعب؟ عايز ال name و password A طبعب؟ فلازل تبع حاجة مختلفة اقول له clause واحد طبعب عايز ال virtual terminal and password A لان VT1 اقول مسلا سيس كوب فمي نعمل ايسا؟ اوكي؟ منفشل على المسائل والله اللي زنك لازمه اندخل ايه؟ اوه بسعالك اسئلة انتر بالجابة ايه؟ اوه يعمل configuration فلو كملت معنا الاخر اوه ادو سيرتر هنا دلوقتي اقول له جديد interfaces ايه انترفيس اللي عايز تستخدمها عشان خاطر تعمل بينها ال management فهقول له بسلا اخد اللي هي دي اخده اخده مده المبترك تبقى paste وادوس enter بيقول لي like address اقول له ايه ايه تعمل بسا like address كده هدوس enter بعد كده بيقول لك انا عمدين ايه بصلي بعد اقول انه خلق مم بفتراجي نزبطك ازا بصلي ايه اعيني الابن ديت ولا لا الابن ده اسا ما تبقى هاش عايزه ولا لا فهقول له ايه اخرج بلوجب متاعمل save ارجع عمد السفر بلوجب متاعمل save ولا عمل save فلو قطله هده بيجب او اوبا يفوتو سير عمل save بص الابت باس فوق ارواح ايه ازاي لو جيت اقول له enable دي ايه هده هيقول لي دخل password بغير class لا ما هتستغلوش بصلا بصلا لازم احدا نعمل وعد حيب ايه ازا هده اوه عنده تلات خلاط هيدور على الرعي configuration start the configuration صوري في غامل فلال ملايهاش هدور على فتي فتي بي سيربر مفيش طوال فتي بي سيربر انا مش مزبطين حاجة زي كده يبقى مفيش configuration يبقى مفيش configuration يبقى هيدخلك 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 مسانة دي ايه اجابتها ايه سورة لو انه هيدخلك على console وبينها تعمل او يدخلك في setup بمتسانة تشورة اوه يبقى دي ايه الخطوات بتاعة التحبيل وانا جاي من الخطوات تحبيل ديه في ايه في الفيديو الراوتر هو بي اشتغل تشوفها المرة الجاية زي ما تحواليكم الراوتر حقق بي ايه بي اشتغل ازاي وبعد ايه وبعد ايه نيجي مالة ايه لبعد الاولر كمان قبل الconfiguration هيدخل الconfiguration جاي بس بعض الاولر هنا اللي هو زي show version طبعا عارفينو عامل شو احنا بمزبادة بمعادها من انت ايه وريني حياة محددة وريني شيء ما شو اعرف بعدها حاجة طبعا واحد من الاهم اللي امان في حالة مستخدمه اول ما انا نشوفه يمكن بس اسمه show version يعني وريني الاسدار الاسدار دا ديبقى ايه الاسدار الاسدار بتاعيه يا حاجة اسمه نظام اللي التجريب نظام التجريب بتاع زي ما اتا في العيال تقدر تعمل هنا كده في الكمبيوتر بس ما كنتم بتلوسي امتي هنا كده اللي هو الكماند prompt ممكن هكتم فيه اوما اسمه version اخصان version هايو لان ما ايك صوفه ويندوس version 6.3 اطولي الى الرقب غريب دا دا الvergen بتاع روز الويندوس اللي مش هكتم هنا امتي بودا ايه بس دي version بتاعي الويندوس اللي هي مكتوبة زي ما اتشافين قدامكم فاذا انا عامل هم اقول شو version هاي بتطلع لك الاسدار بتاعي الام operating system بتاعيه بس في الحياة زي ما اتشافين باشا امامل امتقول شو version والله هتطلع علينا حاجات تانية كتير جدا غير موضوع ايه الاسدار او الاسدار او الاسدار انا اخد الريك بتاعي بقى ولا م الذي يعتقد احاوه بعد تاعيه كيمدرا ان لم ية اتشافين اتشافين نفوه عبiquer انقرر وضع ترجمة نانسي قنقر